موسيقى مشاهدينا في كل مكان نساء الخير وأهلا بحضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهل الليلة بداية طبعا كل سنة حضراتكم طيبين وكل الأمنيات الطيبة لمصر والأمة العربية والإسلامية وتكون الحال أفضل إن شاء الله وكل شيء يكون أفضل ونتغلب على مشكلاتنا وتحدياتنا ونصل إلى حلول بتكاتف هذا العالم العربي والإسلامي وبالتكامل بين كل ما لدى الأمة العربية والإسلامية من قدرات وموارد بشرية وقدرات أيضا اقتصادية وموارد طبيعية كل شيء ممكن بالتكاتف والتنسيق نكون من خلاله قدرة أكبر لهذا العالم العربي والإسلامي وتصبح لنا مكان أكبر على مستوى العالم ونستلهم دروس كثيرة جدا من الفترات السابقة اللي كان فيها العمل والاجتهاد بالشكل الصحيح بيخلي هذا العالم العربي والإسلامي له شأن وله طبعا قدرات مؤثرة وله حسابات الكل بيحسب هذه الحسابات على مستوى العالم في التعامل معاه ويكون العام القادم إن شاء الله والفترة القادمة تكون أفضل وتشهد الكثير من الأمور تحقق أمنيات العالم العربي والإسلامي والشعب المصري بإذن الله احنا بنحتفل مع حضراتكم طبعا بذكرى المولد النبوي الشريف وبنستلهم دايما الكثير من الدروس المستفادة من سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأيضا عندنا خبر آخر كمان صار جدا لكل محبي النادي الأهلي ومشاهدي القناة ومحبي كمان الأسطورة أسطورة الرياضة والكرة المصرية والرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب اللي بنبدأ بتطمينات لحضراتكم بعد التصريحات اللي أدلة بيها المدير التنفيذي للنادي الأهلي الكابتن محمد مرجان للموقع الرسمي للنادي الأهلي وتكلم من خلالها وأكد أنه الحمد لله رب العالمين تمت العملية الجراحية اللي خضع لها صباح اليوم الكابتن محمود الخطيب في ألمانيا تمت بنجاح وخرج وهو الآن في مرحلة الإفاقة وفي العناية المركزة اللي حيبقى فيها إن شاء الله لمدة يومين بعد كمان وهيخضع بعدها لتأكيدات وتطمينات وعملية متابعة من الطبيب اللي أجرى له أو الجراح اللي أجرى هذه العملية الجراحية وبإذن الله نطمئن على الكابتن الخطيب ويتم الله سبحانه وتعالى عليه نعمته بالشفاء الكامل إن شاء الله ويعود لممارسة مهامه كرئيس لمجلس إدارة النادي الأهلي ونشاطه في كافة الاتجاهات وطبعا إحنا هنتابع دمع حضراتكم ونتمن حضراتكم على كل ما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بالرحلة العلاجية والمرحلة القادمة حتى يعود الكابتن محمود الخطيب إن شاء الله سلما إلى القاهرة نتمنى له الشفاء العاجل وإن شاء الله يعود للاستمتاع بمكانته وشعبيته غير المسبوقة على مستوى مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية وأيضا يمارس نشاطه ويكمل مع مجلس الإدارة والكوادر الموجودة في مجلس إدارة النادي الأهلي كل الخطوات اللي بتهدف إلى تطوير النادي على كافة المستويات رياضيا وخدميا واقتصاديا واستثماريا وكافة الأنشطة اللي بيعتزم مجلس الإدارة تحقيقها إن شاء الله في الفترة اللي جاي حلقتنا النهاردة فيها محاور كتير وفيها أكتر من ضيف وأكتر من فقرة فقرتنا الأولى الحوارية بعد ما نستعرض أبرز الأخبار الموجودة معنا هتكون مع واحد من المدافعين المتميزين جدا في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية مدافع كان بيطلق عليه إنه من المدفعجية من اللعيبة القادرين على إحراز الأهداف والتزليدات بعيدة المدى ومن زوايا مختلفة خلال الملعب أو المباراة نفسها ومن الكرات الثبتة أحيانا ومن الكرات المتحركة أو دون أن تحتسب لفريق الأهلي أي ضربة ثبتة بيحرز منها الأهداف كان واحد من أميز اللاعبين في إحراز الأهداف بهذه الطريقة على مدار تاريخ الكرة المصرية الكابتن محمود أبو الدهب هنتكلم معاه عن الكثير من الأمور استعدادات النادي الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي إن شاء الله يوم الخميس المقبل ورؤيته للفريق المنافس ونقاط القوة والضعف وأيضا المقارنة بين الفريقين في ضوء نتيجة المباراة الأولى والقراءة الفنية لهذه المباراة وكمان رؤيته بشكل عام للتطوير اللي أعلن عنه مجلس الإدارة وأعلن عنه كابتن محمود الخطيب واعتزام مجلس الإدارة إعادة البناء لقطاع الكرة وإعادة هيكلة قطاع الكرة وإعادة بناء الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في الفترة الجاي هننتقل بعدها كمان لحديث أو حوار آخر مع الكابتن ضياء عبد الصمد لاعب النادي الأهلي السابق ونتحدث معك كمان عن الكثير من الأمور وملاحظاته على الدوري المصري إيه الحاجات اللي ممكن تخلي الدوري المصري أفضل في الفترة الجاية أبرز المشكلات اللي بتحتاج إلى حلول سريعة أو العمل على حلها سريعا وإزاي نوصل بهذه المسابقة جماهيريا وتنظيميا وفنيا إلى مستويات أعلى تعيد القوة للدوري المصري وتعيده إلى سابق عهده وتخليه دايما بؤرة الضوء ومحط أنظار المتابعين في المنطقة العربية وفي القارة الأفريقية ويكون كمان بيفرز عناصر متميزة جدا للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة وخاصة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم في البداية أو هنستعرف مع حضراتكم مجموعة من الأخبار 21 لعب في قائمة النادي الأهلي لمواجهة الواصل الإماراتي الأسماء اللي أعلن عنها الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة في النادي الأهلي أعلن عن طبعا هذه القائمة اللي بتضم 21 اسم لخوض المباراة القادمة في طبعا دور 16 في مسابقة كأس الشيخ زايد للأندية أبطال العرب الأسماء جاءت كالتالي محمد الشناوي شريف إكرامي علي لطفي سعد سمير سليف كوليبالي أيمن أشرف صبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم ندفد وحسام عشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب محمد شريف وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن في طبعا تركيز خاص جدا من الجهاز الفني وتحديدا من المدير الفني على البعد النفسي الخاص بتجهيز اللاعبين وإبعدهم أو أنهم يشتغلوا على الفترة اللي جاية وينسوا تماما ويغلقوا ملف البطولة الأفريقية اللي انتهت طبعا بالمباراة النهائية لما كانتش مرضية للجميع وأولهم الجهاز الفني واللاعبين لازم يغلق هذا الملف تماما لأن النادي الأهلي عنده ارتباطات حيدخل قريبا في منافسات أفريقية وفي دوري الأبطال في نسخته الجديدة ومستمر في منافساته المحلية الدوري المصري أيضا البطولة العربية وأهميتها بالنسبة لنا لأن النادي الأهلي تعاود زي ما حضراتكم عارفين أنه أي بطولة بيشارك فيها بيأخذها بهدف واحد لا بديل عنه هو الفوز باللقب والفوز بهذه البطولة سواء كانت محلية أو دولية عشان كده باتريس كارترون ركز على هذا الأمر وبيحاول يشتغل على تحسين المناخ معنويا لللاعبين وحالتهم النفسية والدوافع عندهم ليصل إلى أفضل معدلات أداء فني وبدني في المباراة اللي جاية بدءا من مباراة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل ده كان السبب اللي أدى إلى اجتماعه لمدة 15 دقيقة مع اللاعبين عشان يتكلم معهم في الكثير من الأمور الخاصة برؤيته الفنية وأيضا بالدوافع اللي بيحاول يخليها موجودة بقوة عند اللاعبين في هذه المرحلة طبعا ودعا لهمش التدريبات المستمرة طبعا قبل سفر الفريق إلى الإمارات لمواجهة الوصل الإماراتي الفريق إن شاء الله يسافر لمواجهة الوصل الإماراتي زي ما قلنا الحضرات كيوم الخميس المقبل هذه المباراة مهمة جدا لأنه الفوز فيها في طبعا مجموع نتيجة المباراتين وإجمالي المباراتين اللي بتعتبر شوط منها كان في برج العرب والشوط التاني هيقام فيه الإمارات على ملعب الفريق المنافس الوصل الإماراتي وده اللي إن شاء الله من خلاله نتمنى أن نحن نوفق قياد المباراة لنصعد إلى الدور ربع النهائي ونستمر في مشوارنا في المنافسة على هذا اللقب البطولة العربية وكأس الشيخ زايد للأندية العربية انتظام السداسي الأولمبي في تدريبات الأهلي مجموعة متميزة جدا من الشباب ممكن نستفيد بقدراتها في الفترة الجاية وعيدة أيضا أن مستقبل الأهلي إن شاء الله مع الصفقات الجديدة ومع العناصر الشابة اللي بتمثل القوام أو النسبة الأكبر من قوام المنتخب الأولمبي المصري هي موجودة بقوة مع جهاز الفني المنتخب الأولمبي وده بيعد بأنه الجهاز الفني كمان عنده أوراق متميزة جدا فيه أعمار سنية مختلفة ومتنوعة وصغيرة يقدر يعتمد عليها وتبقى دافع قوي للفريق يعتمد عليها بقوة فنيا في الفترة الجاية إن شاء الله انتظم لعبه المنتخب الأولمبي ستة من السداسي ده من نجوم النادي الأهلي في هذه المرحلة وهم مؤثرين جدا في قوام المنتخب الأولمبي المصري الأسماء دي هي صلاح محصن ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدي وكريم ندفد وناصر ماهر طبعا اللعيبة انضمت خلاص خلاصت ارتباطاتها والمباراتين اللي كانوا مع منتخب تونس مباراتين وديتين استعدادات طبعا خاصة بالمنتخب الأولمبي وبعدها بينخرط هذا السداسي في تدريبات الفريق الأول وبإذن الله يستفاد به بالشكل الأمثل ويكون من العناصر القوية جدا والمؤثرة في فريقنا في مبارياته وارتباطاته القادمة كارترون أعفى كليبالي من التمرين اليوم ربما شعر اللعب بأي نوع من الإجهاد أو بأي إصابة طفيفة فضل على أساسها الجهاز الفني أن يمنحه راحة سلبية اليوم من التدريبات ويعود لطبعا المشاركة مع الفريق والانضمام للفريق للسفر إلى الإمارات استعدادا لمباراة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل ولهذا غاب سليف كليبالي عن المران الجماعي اللي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش وإحنا قدامنا طبعا لقطات من تبعها مع حضراتكم من تدريبات الفريق وإسلام محارب كمان تغيب عن المران كان أصيب في المباراة الودية طبعا ضمن استعدادات الفريق مع فريق الشباب أصيب كدمة في الكاحل قدت إلى غيابه عن تدريب الأمس وعاد للمشاركة بقوة في التدريبات اليوم معانا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي طم من حضراتكم ويتكلم أكتر عن كل المعلومات اللي ممكن يمد بيها المشاهدين ومتابعي قناة الأهلي عن الحالة الطبية والصحية للكابتن الخطيب سيادة العميد محمد مرجان مساء الخير مساء الخير يا فامدن مساء الخير يا ريت حضراتك تقول لنا تفاصيل أكتر واتطمن كل مشاهدين ومحبي النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب عن حالته الصحية بعد خضوعه للعملية الجراحية نا وحنا نحب برضو انطمن أنا كنت اتكلمت برضو من شوية على صناعة النادي الأهلي ودي ما أصبر المعلومة للأسكال لنادي الأهلي وإحنا فخورين بيها دائما صناعة النبي وعشان كده بس احنا كنا قلنا الكابتن خرج بالسلامة وكان في التفاقة وهيخش بعد كده هيوعص في لعنى المركزة المريطينين اللي أنا عايز نطمن الناس كلها هو خرج من التفاقة وراح على وصوته الطبيعية جدا وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله هنبدل تتواصل كده لغاية تم نطمن كل الناس وكل الأهلوية وكل المهور المصر اللي يحب كتنحول الخطيب هو الآن وعايز نطمن عليه عشان أشاهد حالة من التلق وبرضو سيادة الوزير أشاهد صبحي لسه برضو متصل دلوقتي بيتطمن عليه وإحنا نطمنناه وإحنا إن شاء الله بإذن الله هنوفيكو على طول بالأخبار بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله ونكمل المسيرة نادي الأهلي كله بيحرم فيه يعني حتى الآن كابتن مرجان كل الأخبار الواردة من ألمانيا من الفريق الطبي المتابع والمعالج للكابتن محمود الخطيب مطمئنة وإيجابية الحمد لله الحمد لله كلها مطمئنة وإيجابية عشان كده بس إحنا نتأكد هو خرج الاتفاق الحمد لله ورح على بطوط طبعية جدا في التشفى التي أقوم فيها الدعوالية التي رح هي نتكلم بشكل عام عن النشاط الكبير اللي بيحصل جوى النادي الأهلي في كافة الفروع يا كابتن مرجان وكان مبارح معنا مجموعة من الممثلي أو أعضاء لجنة الطفل في النادي ياريت تكلمنا في شكل عام عن النشاط اللي بيجري على قدم وثق في النادي وأهداف المرحلة الجاية إن شاء الله بصف النادي الأهلي طبعا مؤسسة كبيرة جدا وإحنا الحمد لله مجلس الإدارة من يوم منذ تواندي المجلس وتعيني الإدارة التنفيذية وإخدار المدرين والمشاكل الرياضي وكل الملفات نحن بنشتغل بشكل مؤسسي كل واحد عادة بدوره قويس بيشتغل إزاي من أصغر عامل في النادي لغاية رئيس مجلس دارة النادي الأهلي اللي هو زرع في الناس وتهر واحد في النادي الحمرة وزرع في الناس وتهر واحد في النادي إزاي يشتغلوا مع بعض عشان خاطر ما فيش حدا ينفع يشتغل واحد وأبدا بينجح عشان خاطر طريق عمل بيشتغل مع بعض وبيزاعد بعض وكل الناس عارفة دورها إيه زي ما أنت بتقول الحمد لله أنت شغل في كل الملفات على مستوى الثلاث فروع في النادي سواء على المستوى النشاط الاجتماعي سواء على المستوى النشاط الرياضي سواء على المستوى اللجان الثقافية والمتجادة ما وحنا احتحثنا لجنة الطفل دي لأهميتها والناس عاملة دور قويس جدا جدا ولجنة المرأة كل اللجان دي بتتحرك وكل جان الشباب كلهم بتتحركوا عشان خاطر بيحبوا نادي الأهلي بيحبوا يغرموا نادي الأهلي أعضاء من النادي الأهلي هم أصلا أعضاء في ند أهلي متقابلين جوا النادي فكله عايز يغلق من النادي وأرجع أقول ثاني الروح دي أساسها اللي بيحطها ويعني بيزراحها فينا كابت المحمود الخطيب وقابلي كان كابتن حتى الحمدي وقابلي كابتن طالح أجيال بتسلم بعض على نفسه الروح هي هي فالنشط الهائي بتتكلم عليها ومتابعينها والظروف اللي احنا فيها كلها الحمد لله بتنتحرك في كل مكان عشان ساطر بنكمل الرسالة ومجلس بإطارة النهاردة موجود بالكامل عشان يتمكننا على كابتن محمود الخطيب كل الناس موجودة عشان خاطر يتمكننا على صحة رئيس النادي فليه الكرة بيستعد عشان يسافر بكرة إن شاء الله يلعب مباراة والحمة مع الواصل الإماراتي بلاسك باستاذ خالد درندالي أميني السندوق فنحن كلهم نتحرك عشان خاطر النادي الأهدي وحبا في الناس ده طيب كابتن مورجان هل الأمور كمان إنشائيا ماشية بشكل كويس عملية التطوير في الفروع من الداخل ومن الخارج في أسوار النادي هل ماشية بشكل إيجابي ومطمئن وفقا للخطة الموضوعة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو التمويلي لهذه العمليات الإنشائية والجانب الخاص بالكواليتي كمان بتاعت الشغل اللي هيكون إن شاء الله مرضي للأعضاء وللجمعية العمومية لا أحن نتمن أن نتكون لها الجانب التمويلي الحمد للرب العالمين في نادي الأهل في من السولة اللي حققتها مجلس الإدارة خلال العشر شهور اللي فاتوا والماضية دي والتيولة موجودة لكل شفك للقرص القدم موجودة للنشادي موجودة للعملية الإنشائية اللي بتحصل والطبع الإنشائية موجودة ما بيش حاجة بتأثر على الحاجة لإن كل حاجة فيها نظام العمليات الإنشائية بالنسبة للتيولة متوفرة الحمد لله بالنسبة للكواليتي احنا متعقدين مع جهاز الخدمة الوطنية لقوات المتلحة فلا غبار عليه واحنا متقالل التالت الناس في حاجات بوادر التالت تظهر الأسوار في أهل الجزيرة اللي أسوار في مدينة ناصر منطقة الجولوس مدينة ناصر اللي هي تبقى على أعلى مستوى إن شاء الله بإذن الله التطول اللي بيحصل داخل النادي الشيخ زايد بنبدأ فعلا نتحرك فيه بس نتيجة فيه سوابات في الأرض فبيعملوا دلوقتي تسويات عشان خطر فيها منطقة حجرية ومنطقة جابري فبنعمل فيها تسويات عشان نبدأ على طول الشهور في العملية إن شاء الله الحمد لله فيه جدوى الزمني الناس ملتزمة بيها لأنه فيش أكتر من التزام المؤسسة العسكرية ملتزمين جدا بالجدوى الزمني ما فيه شهر 12 فيه مشروعاتها تتسلم زي سلطة القراطين إن شاء الله الجديدة اللي استحدثناها في مقر النادي الأهلي بالجزيرة منطقة البلوس إن شاء الله احتمالها تتسلم إما آخر 12 أو نناير فيه جدوى الزمني الناس ملتزمة بيه يعني الناس كلها تتطمن طول ما روح الناس النادي الأهلي روح واحدة وفي الجمهور أعضاء جماعة عمية طارة تأكد إن شاء الله من عدد كل الصعوبات والناس هتشوف نتيجة بإذن الله كويسة المردود إيجابي يعني جزء أخير قبل ما نختاتي معك كابتن مرجان الناس نفسها الفيت باك اللي بتسمعوه من أعضاء النادي ومنقشاتهم معاك عن عملية التطوير هل شايفين إن رد الفعل طيب وإيجابي نشوف أنا ممكن أنا يعني أنا بلاش أنا أستقل السؤال للناس باشتري مجروحة أكيد لازم يتقالوا الناس أنتوا يتقالوا الناس أنا ممكن يكون حد بروح رجيب يقول لك لك عم نسمع الناس كلها بنتابع السوشال ميديا بنشوف الإيجابي ومنصوف السلبي وبنشوف النقد البناء فعلا أما النقد الخارج النص اللي هو بقى جديد أوى عن نفس أهلي بقى جديد على الروح هو يمكن ظهر خطرة للفاسد وإحنا بنحاول يعني فيه لوائح وفيه قوانين هنجد لي نتباحها نحن بدينا فرص كتير لكن هناك نقد بناء دايما النقد الأهلي كان بتعود عليه دايما النقد الأهلي يستمع لنقد والبناء إحنا ده اللي بنشوفه وده اللي بنسمعه وده اللي احنا متحرك عليه ومتهيق لي أعضاء الجماعي العومية أو الجماهير نحب النقد الأهلي فعلا من قلبها حسن لما فيجي تنقض إحنا في إزاي بنتحرك على النقد ونتحرك عليه بصالح الفتاة طيب الأجهزة التنفيذية كابتال مرجان بما أنك أثرت هذا الموضوع مهم جدا المسؤولين التنفيذيين والمسؤولين في مجلس إدارة النادي هل بيمثل نوع من الضغوط عليهم أما بيلاقوا موقف معادي معلن واضح أوي على السوشال ميديا أو مش موضوعي في متابعته لأي شغلة أو أي جهد في النادي هل ده بيؤثر بشكل أو آخر على مصار العمل في النادي ولا قادرين تتعاملوا مع ده بشكل هادئ جدا ما يؤثرش على سر العمل على الإطلاق أي مؤسسة نكحة في الدنيا بتجمع فيه يعني كل واحد يدوره أنت بتجمع كل الانتقاضات التي تتقال لكن عمرها ما بتأثر لأنك تآخر في صناعة القرار له معطيات صناعة القرار أنت ببص الرؤية معينة أنا النهاردة حالك قاعد في مكانك في قناة أهلي أنا ممكن أقول رأي لكن أنت أكثر واحد يعني عندك الرؤية وعندك القعد أنت الهدف اللي أنت عادت وصله إيه مجلس الإدارة عنده هدف مجلس الإدارة بيتحرك تبقى تبقى لجدوى الزمني وطبق لبرنامج انتخابي تم وضعه فيه واتعرض على الجماعة العومية اللي انتخبت هذا المجلس عشان كده النهاردة آه السوشال ميديا أو النقد أو الإعلام أو الكماهير أنت لازم بتقدر كل حاجة تبقى لنتاج الموجودة والمعطات الموجودة والناس تبقى تأكدها اللي احنا حاسين بكل الكلام دوت وبنتحرك عليه ولكن دايما رؤيتك اللي هتوسلك للهدف اللي انت عايزه تبقى كل الجماهير كل الناس اللي عندها آه يعني نوع من الغضب أو الزعل هتعرف تبقى لالقرار ده كان صح أو هتعرف كم غلط وإستحالة يبقى فيه قرار مرضي للناس مية في المية الكمال اللي لازم تبقى لازم نبقى عثين كويس أوي لكن أهم حاجة أما تاخد قرار يبقى القرار دون أغراض شخصية دون مصلحة العامة من الواحد النادي الأهلي مصلحته أهم من أي شخص فوق الجميع وهذا هو الشعار اللي نتكدها تفتغل بي صحيح من أي حد تأكد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكلم وتأكد اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني بيدي الناس البصيرة اللي تروح للتجاهة الصحة إن شاء الله بإذن الله موفقين بشكرك بشكرك جدا على المدخلة والكلام المهم اللي اتكلمت معنا فيه بمنتهى الصراحة الكابت محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وهذه القراءة الموضوعية والمتزنة جدا لكل ما يجري في محيط النادي الأهلي وكل ما يتعلق بمتابعة مصار العمل في النادي الأهلي رياضيا وخدميا وانشائيا وخطة العمل اللي بيطام الجميع كمان إنها ماشية بشكل كويس تمويليا وزمنيا وفيه جودة العمل نفسه وكفاءة الخدمة اللي بتقدم حاليا أو في الفترة الجاية إن شاء الله لأعضاء الجمعية العمومية بشكرك شكرا جزيلا وده طبعا إحنا مطمئنين إن القادم أفضل وإن العمل ده هتكون له نتائج ومردود إيجابي جدا هنشوفه أعضاء هيكونوا راضيين عنه أعضاء النادي بشكل كبير في الفترة الجاية إن شاء الله بشكرك كبتل محمد مرجان عندنا هنتبع مع حضراتكم بعد هذه المدخلة مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي أخبار فريق الكورة والعناصر الشاب اللي حيتم الدفع بيها في الفترة الجاية أو هتبدأ عملية دمجها مع أصحاب الخبرات اللي استفادة بيها بالشكل الأمثل وإن شاء الله تكون مؤثرة جدا أحمد ياسر ريان من العناصر الوعيدة دي اللي فيه أوراق كتير بتتمناله أو بتتوقع له أنه يكون من الأوراق الرابحة قريبا جدا في النادي الأهلي اكتفى أحمد ياسر ريان بتدريبات بدنية خفيفة بتكلفات من الجهاز الفني والطبي للفريق الأول لأنه بيعاني من إجهاد عضلي بعد المشاركة في المباراة الودية بالأمس مع فريق الشباب واللي أدت إلى عدم مشاركته في التدريبات بالكامل اليوم لكن كان موجود مع الفريق ومتابع لتدريب الفريق وأدت تدريبات الخفيفة اللي طلبت منه من الجهاز الفني والجهاز الطبي وتدريبات منفردة لشريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي اكتفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بأداء تدريبات بدنية منفردة وإحنا شايفين التدريبات اللي بيشارك فيها شريف إكرامي على الشاشة وكان ده ضمن طبعا تدريبات الفريق صباح اليوم واكتفى أيضا تدريبات الجاري حسب تكريفات الجهازين الفني والطبي للفري الأول وتدريبات الجام صالة الياقة البدنية في النادي ولم يشارك في تدريبات الكرة لحراس المرمى صباح اليوم هنتقل مع حضراتكم سريعا للاستعداد اللي بيجري على قدم وساق على مستوى النادي الأهلي ونادي شقيق ونادي الوصل الإماراتي للمباراة المهمة في دور الستاشر في كأس زايد للأندية العربية ده طبعا اللي زي ما قلنا حضراتكم المباراة المهمة هتجرى يوم الخميس المقبل وفي استعدادات لها تنظيمية وإعلامية وكل شيء من أشقائنا في الإمارات معانا على الهاتف الأستاذ أحمد البلوشي المتحدث الإعلامي لنادي الوصل الإماراتي أستاذ أحمد مساء الخير وأهلا بحضرتك مساء النور ومسي عليك ومسي على جميعك في هذه قناة دهلي المطر أستاذ أحمد أهلا بك يا أستاذ أحمد وبالتأكيد هذه المباراة لها حسابات خاصة عند المسؤولين في نادي الوصل الإماراتي بالتأكيد في استعدادات متميزة جدا لهذا اللقاء اللي إن شاء الله نتمنى أنه يكون اللقاء يخرج بشكل رائع ولائق بالشقيقين نادي الأهلي ونادي الوصل إن شاء الله طبعا نحن اليوم داخلتي معاكم راح تكون خارج المفتقين داخل دور التحضيرات الخارجية للمباراة طبعا يوم لله الحمد وصل بالسلامة كبنة دمير عزلي لدولة الإمارات تحديدا دبي نهينا جميع التحضيرات الخاصة بمقر رقامة بحثة نادي الأهلي وبدأ إن شاء الله التحضيرات لاستقبال بحثة إن شاء الله راح تلقى عصر الغد على مطار دبي إن شاء الله وعرفنا كمان أستاذ أحمد أنه تم طرح تذاكر المباراة في الإمارات طرحت بالفعل بالفعل تم طرح تذاكر المباراة اليوم ونقدر نقول أن نفاذ 99% من التذاكر من النادي الأهلي ونتبقى عدد قليل جدا جدا يمكن أقل من 20 تذكرة يعني أنا قبل شوية طالع من النادي أقل من 20 تذكرة ومعذات كثيرة نتواجدها هل بتتوقع أستاذ أحمد يبقى في حضور جماهيري كبير لهذه المباراة دايما الأحداث الرياضية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي المصري في الملاعب أو على استداد الإمارات العربية الشقيقة بتكون لها وضع خاص وحفاوة جماهيرية سواء من الشعب الإماراتي الشقيق أو من الجماهير المصرية العاملة والمقيمة في الإمارات توقعاتك لحجم الاحتفاء والحضور والاهتمام الجماهيري بهذه المباراة طبعا لا يخفى عليك نادي الأهلي المصري يعتبر لفاحب أكبر قاعدة جماهيرية في مصر كذلك شعبيته خارج أسوار وحدود مصر فمتوقعين مباراة جماهيرية من الدرجة الأولى من قبل الناديين يمكننا تاريخ كبير سواء نادي الأهلي المصري يعتبر نادي القرن في مصر وكذلك نادي الوصر كذلك اللي اعتبر نادي القرن في الإمارات سواء قطبين الرياضة الإماراتية والمصرية يتواجهون فأكيد المباراة ستكون جماهيرية من الدرجة الأولى والدليل هو مبيعات التذاكر اليوم التذاكر أنا أنت نفذة أكدر أقول لك منسبة الأهلي سنت خصصهم 25% من ساعة الأستاذ ويعني تقدر تقول 24% من ساعة التذاكر من ساعة الأستاذ فهذا يأكد أن المباراة ستكون جماهيرية من الدرجة الأولى وفنيا كيف تتوقع هذه المباراة والمستوى الفني بعد تعادل الفريقين في المباراة الأولى في برق العرب والله نحن تخلصنا شوق الأول بنتيجة إيجابية نتمنى أن نواصل بنفس الأداء ونطلع بنتيجة إيجابية لكن المباراة أعتقد راح تكون صعبة وعما على فريق الوسط حكم أن فريق الله اللي خسر النهائي البطولة الأفريقية سيركز أكثر على الموجهة في كاززايد والمباراة راح تكون صعبة على كل الفريقين نتمنى أنها تكون للوسطوية لكن كرة القدم والرياضة لا تفضل الفوز والخسارة في نهاية المباراة نقول مبروك للفريق واردك للفريق القاسر البطولة هي تجمعنا على خيرا شعور ضعو وهذه الرياضة يعني إن شاء الله أنا هتفق وأختلف معاك يا أستاذ أحمد أنا هتمنىها أهلوية وأتمنى فوز النادي الأهلي بيها لكن أتفق معاك أننا نتمنىها مباراة قوية فنيا طليق بالفريقين وأتفق معاك أنها تكون مباراة صعبة وكل فريق له طموح الفوز بيها ونتمنى طبعا التوفيق لفريقنا في هذه المباراة على أن تخرج لائقة فنيا وجماهيريا وفي الاهتمام والمتابعة الإعلامية لها بالناديين الشقيقين الأهل المصري والواصل الإماراتي أخيرا أستاذ أحمد كيف ترصد حجم المتابعة الإعلامية أو الاهتمام الإعلامي الرياضي الإماراتي بهذه المباراة والله بحكم أني أنا مسؤول على المكتب الإعلامي مدير المكتب الإعلام هذا الوصف فاليوم من الصباح الباكر الصلاة ما شاء الله هو صحافة المحلية في الإمارات صحافة في جمهورية مصر صورة متواصلة وأنا أنني أخلص معاك لدي مدخلة ثانية على قناة أخرى وما شاء الله الاهتمام كبير هذا يبدل لنا مباراة كبيرة راح يتمع قطبين كبيرين وإن شاء الله الأمور كلها على قدم وساق سواء التحضيرات الإعلامية للمباراة سواء التحضيرات الجماهيرية يعني نتكلم شوية عن التحضيرات الجماهيرية ونحن مخاففين أكثر من 8 نقاط بيع للوجبات السريعة والخفيفة المياه راح تتغفر على جميع المداخل وتحضيرات الخارج خارج المستطيع الأخضر ما نحن بيتم الجاهزين إن شاء الله الوادي المستطيع الأخضر على اللاعبين نحن علينا أن تحضير الملعب والوادي على اللاعبين إن شاء الله يخرج الحدث بشكل لائق وبشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا في هذا الحوار الأستاذ أحمد البلوشي المتحدث الإعلامي باسم نادي الوصلة الإماراتي ونحن على يقين بإذن الله إن النادي الأهلي وبعث النادي الأهلي في هذه المباراة أو على هامش هذه المباراة ستلقى كل الحفاوة والترحيب والأمور ستكون جيدة ورائعة بإذن الله تنظيميا وجماهيريا وإعلاميا في دولة الإمارات العربية الشقيقة ونحن دايما عهدنا بأشقاءنا في الإمارات إن الأمور في التنظيم في الأحداث المهمة وفي المحافل الرياضية الخاصة زي هذه المباراة بيكون على أكمل وجه إن شاء الله يكون الحدث ممتع لكل المتابعين سواء الجماهير المصرية أو الإماراتية اللي هتكون موجودة في ملعب المباراة مشاهدين حانا توقف قليلا مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستقبال ضفنا الكابتن محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا وانتبع مع حضراتكم هذا التقرير الأولمبياد الخاص والبعث الخاصة أو اللي بتستعد المشاركة في الأولمبياد الخاص وحجم المشاركة أو الاهتمام من عدد من المثقفين والفنانين والشخصيات العامة لزيارة هذه البعث إن شاء الله أحنا بشكورك طبعا بشكر قناة الأهلي على تشرفها وحضرنا ومعودانا بتدعمنا وبتدعم أولادنا من الفئات الخاصة بزيارة العقاة الفكرية طبعا الحمد لله الإنجاز بيحتاج بس فترة طويلة من الإعداد بيحتاج للتدريب كويس للعيبة بيحتاج مطشاة ودية إحنا لسه رجعين من أمريكا خدنا أول عالم بالبنات التالت عالم بالبنات وده أول مرة نشارك في كاس عالم بنات الحمد لله خدنا تالت الموضوع صعب تلقنا من البرازيل فمقاطشة قبل النهائي طبعا للسعادات اللي احنا بنساعدن زي ما حققنا في اليونان 2011 خدنا أول عالم بأولادنا من زوال العقاة الفكرية يعني عندنا الفريق دمج بيبقى طبعا نص الفرقة من أولاد زوال العقاة الفكرية ونص الفرقة من أولادنا الأسوياء طبعا بيبوا موجودين في أندية لعيبة واللعيبة كلها في الملعب ما تقدرش تفرق ما بين اللعيب اللي عنده العقاة الفكرية أو اللعيب اللي هو غير المعاقية الحمد لله احنا لتبعثة المشاركة في الألعاب بأسة الأولمبات الخاصة المصري المشاركة في الألعاب العالمية 2019 مصر مشاركة بـ 14 رياضة من الرياضات الأولمبية قوام البعثة 103 فرد ما بين اللعيب اللعيبة وإداري ومدرب ومسؤولين طبعا نحن نبدأ المعاقر الأول التجريبي لأبطالنا تعايش وتواصل ما بين اللعيبة والمدربين اكتشاف قدرات واتشاف التواصل اللعيبين مع المدربين ومن نقطة بداية أو نقطة انطلاق للتدريب المنتخبات كل منتخب بقى منهم كل في كل الرياضة على حدة ونتواصل للمعسكر إن شاء الله تاني هيكون قبل السفر بفترة كبيرة وبعد كده في معسكر تالت بيبقى منه معسكر مغلق ومنه للسفر على طول إن شاء الله للمشاركة في الألعاب العالمية في أبو زفر مويمة إحنا كلنا نبقى وقفين وراهم نبقى بنشجعهم نبقى بنساندهم دايما فرحلتهم أنهم يوصلوا للأولمبياد يعني فأنا مبسوطة قوي قوي بتواجدين النهاردة وحسن الموضوع بيضيفلي أنا كمان يعني بيضيفلي أن أنا بتعرف عليهم بتعرف على حمسهم وإزاي كلهم فيهم طاقة إجاباية كبيرة قوي أول مجيئة تدوني ورد وأول حاجة شفتان اللي بتسامة مش بتفارق وش أي حد من اللعيبة ودي حاجة بالنسبة لي بتعبر قوي عن الحالة اللي هم فيها قدقوا متحمسين مبسوطين بيجهزوا فذي حاجة كبيرة قوي حالو أننا كلنا موجودين هنا أننا بنساندهم بنقول لهم إحنا معاكم فخورين بيكم فطبعا في حمس كبير قوي في عنا أنا جاية مش عارفة أنا هامل إيه بالزبط يعني بس لقيتهم هم اللي بياخدوني في حضنهم عادي جدا يعني فكسروا الموضوع لأن أنا أول مرة شارك في حاجة بالطريقة دي دايما بتفرج عليهم طبعا في التلفزيون دايما عارفة أن هم بيشتغلوا في صمت يعني هم مش بيعملوا بروباجندا كتيرة بس بيرجعوا معاهم دهب وبرونز وفضة كتير كتير قوي يعني وبنقدرهم بعد ما يرجعوا فحقهم علينا بقى يعني نغير السيستم شوية ونحنا نهتم بيهم قبل ما يروحوا وأكيد لما هنهتم الدهب هيزيد والفضة هيزيد والبرونز هيزيد أهم حاجة في الموضوع كله أن هم مبسوطين يعني أنا مش متأكدين لسه من الحالة التأهلية ليهم كرياضيين بس واضح أن هم مؤهلين نفسيا وده أهم حاجة في الموضوع كلهم هم دهد دعم فعلا ما محتاجين المبسوط أن السنة دين فيه تركيز وفيه إصفات لاية تتحطى عليهم وده يا رب يفرق في السنين الجاية لنكون في الاهتمام الأول بالموضوع كله عشان يوصل بالشكل المشرف بره طبعا أنا وجودي هنا بالنسبالي حاجة كبيرة قويل لأن أنا أحب جيدا أن أنا أشجع وأدعم الأطفال دول لما يوصلوا الحاجة هم عايزينها أنا كبطلة أولمبية وصلت للموضوع ده وأحلى إحساس في الدنيا كان طول عمره وكان حلمي فطبعا زي ما هو كان حلم لي وأكيد حلمي لهم وأنهم يوصلوا له دي هتبع حاجة كبيرة جدا فأنا وجودي هنا جاية أشجعهم ومرانهم وأديهم شوية حماس أنهم يبقوا أبطال ويوصل لهم عايزينه حتى لو المشوار بتاعهم هيبقى صعب فلازم يكونوا قداء عشان لما يوصلوا له هتبع حاجة كبيرة أوي أوي يكونوا أبطال أولمبيين أحنا أحنا البعثة في السمينات ده مع عشقر هنا في القرى هنا في القرى في القرى الفندوق كمين قطر معايا الناس كبتنا نقلق كبتنا نقار بس الحقيقة شيء يحترم ويجب تقديره من كل شخصية عنا في مصر في أي مجال بتساهم بأي نوع من أنواع المساهمات أو الجهد اللي دعم ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي القدرات الخاصة لأن هذا القطاع والنتائج الإيجابية اللي اتحققت في الفترة اللي فاتت اللي بتشرفنا وتساعدنا جميعا ده له بعد كمان غير النتائج اللي بتتحقق باسم مصر وغير إن هؤلاء الأبطال عندهم إرادة كبيرة جدا ورغم ظروفهم الخاصة جدا بيقدروا يتغلبوا على ده بأنهم يتدربوا ويمشوا وفق برامج رياضية محددة بتجيد نتائج إيجابية على المستوى العالمي مش بس المستوى القاري أو العربي أو المحلي حاجة مشرفة وحاجة بتشجع كل أسرة مصرية إن المجتمع فعلا يغير نظرته إنه دايما يتعامل مع هذه الطاقات إنه يفجرها ويشوف إنها طاقات إيجابية وإنه يقدر يستفيد بها بالشكل الأمثل وإنهم جزء من مجتمعنا يستحق كل الرعاية وكل التقدير حننتقل بعد متابعة هذا التقرير لضيفنا واحد من المدافعين الأكثر تمييزا في تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية لأنه كان مدافع من طراز خاص جدا قدراته الدفاعية كان كمان بتكتمل أو بتزيد عليها قدراته الهجومية وقدراته على التهديف وكانت له أهداف طبعا لا تنسى في ذاكرة جماهير الكرة المصرية وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي الكابتن محمود أبو الدهب بسرخير يا كابتن محمود وأهلا بك معنا في الأهلي سرخير يا سيد محمود أنا سعيد جدا أن أكون مع حضرتك وبتشرب بك دايما نتشرب بك معنا دايما على الشرس الأهلي بيتك يا كابتن محمود هنبدأ بالحديث عن الحدث الأقرب مباراة الأهلي والوصل الإماراتي تعادل اتنين اتنين في المباراة الأولى شايف زي فرص النادي الأهلي في هذه المباراة على ملعب المنافس وصلت كمان حضور جماهيري مصري إماراتي متوقع خلينا أقول لك في البداية المباراة الوصلية المباراة نفجئت بالمستوى الوصلية في المباراة الأولى المستوى كان عالي جدا كان ندي كبير ممكن هم احترم من النادي الأهلي بشكل كبير جدا عارفين أن هم بيلعب ندي كبير بحاجة من النادي الأهلي فطلعوا كل طاقتهم في المباراديات يمكن النادي الأهلي بيلعب المباراة وكانت تعينوا على البطولة الأفريقية أنا بيكلمك بصراحة يعني اللعيبة كانت حاسة أن هي الآن شوية أيام المباراة دي لما تقلمنا قلت لنا أن رأيك أن الأهلي الفريق والجهاز الفني مخوهم مجهور كلهم بالبطولة الأفريقية أنا ممكن أنا أكلمت حضرتك قبل كده وقلت لك أن النادر ألي واللعيبة والجهاز الفني والإدارة والجماهير كلها كانت منكزة على البطولة الأفريقية ما كانش لنا نصيبة وفية لكن أنا ممكن اتفاجئنا بالمستوى بتاع الوصل بشكل كبير جدا يقدروا يجيبوا فينا جنين هنا في القاهرة نادر ألي قادر أنه يعود في المباراة اللي هي تبقى موجودة في الإمارات إن شاء الله يمكن سمعت حضرتك وكان فيهم داخل من أحد الزملاء في الإمارات في المتحدث الإعلامي أذا أقول لك الحاجة بيبقى حدث كبير جدا أن النادر ألي لما بينزل في أي بلد عربية يعني بيبقى سفير يعني النادر ألي سفير لمصر في البطولات ديت خصوصا أن أنت النادر ألي لي شعبية كبيرة جدا في الخليج بالزاد النادر ألي أنا أقول لك يمكن محمد من هنا أقول لك النادر ألي مش هحس أنه بلعف غربة لأن الجماهير شفناه في كاس الصوبر كذا مرة مع المصر ومع الزبالك وحسب تأكد كمان الأستاذ أحمد بنوشي أنه فيه إقبال على التذاكر المباراة وشراء التذاكر المباراة والحضور من الجماهير الإماراتية والجماهير المصرية الجماهير كمان بتتمنى تشوف اللعبة بتاعت النادر ألي بتبقى متواجدة في أستاذ الشيخ بنزايد موجودة هناك أتمنى أنا حاسس أنك أكد أنك هتلعف في برج العرب أو في أستاذ القيرة فهذه يمكن هتدي دافع كبير جدا للعيبة خصوصا أن الفترة اللي فاتت كانت اللعيبة في حالة نفسية بعد ضايع اللقب الأفريقي لكن النادي الأهلي قادر أنه يعود اللعيبة الجماهير بتاعته وقادر النادي الأهلي يمكن إحنا دايما نسمعون بقول إن إحنا النادي الأهلي النادي الأهلي نادي كبير النادي بيلعب على بطولة ما ينفعش يخش يبقاش تاني ففيش حاجة سمتاني أنت بتلعب على الأول دايما فالنادي الأهلي لما بخش في أي بطولة لازم إن شاء الله بينافس على الأول فأعتقد النادي قادر باللعيبة اللي موجودة قادر إن شاء الله يعد المباردين فكرة إنه الجهاز الفني كان عندنا خبر في بداية الحلقة دين باتريس كارترون المدير الفني بيشتغل على تهيئة اللعبين نفسيا هل أنتو مريتو خلال فترة وجودك في الملعب جاترون حمود بمراحل زي دي بتحتاجوا شغل من الجهاز الفني وتحتاجوا إن انتو كمجموعة لعيبة تتكدفوا مع بعض وتخرجوا من أي حالة سلبية بتكونوا فيها بعض الفترات ودي يجا للنتائج محمد بس يعني أنا أعز أقول لك الحاجة يمكن أنا كنت من الناس المحظوظة أو لعيبة كنت بعتبر نفس محظوظة أنا كنت ملعب مع لعيبة كبار لعيبة بحجم بتكلمنا بتوجهنا بشكل كبير جدا مش عايز أقول لك إن إحنا لو خصلنا بطورة لا إحنا لو كنا تعادلنا كان الكابتن شوفير أو كابتن أسام عرابي أو كابتن تهم ما كاباتن الفريق الله تحنا ملعبة مع بعض الناس الكبيرة كان بتلمنا كنا بنلعض مع بعض بشكل كبير جدا إن إحنا لازم نرجع ما يعنفعش إن إحنا نتحادل ما يعنفعش ما يعنفعش فكنا اللعيبة بتلمنا في شكل كبير فإمكن كان بتحصل ممكن تصرحوا بعض لو كان في تقصير من حد تتكلموا تشوفوا ايه كان الخلف وراه يقول بتشيلوا في الملعب ان انت بتحاول ان انت كمان اللعيب كان بيبقى صريح معاك يعني احنا كنا بنبقى صرحة مع بعض في الملعب او ان احنا بنخلي بالك شل النهاردة انا ممكن ابقى مش موفق اوي لا من ناحيتي فكنا بنوجه بعض بشكل محترم يمكن انا شفتها في الفترة دي ان فيه لعبة كتير منكم ما تكونش بتتكلم مع بعض لكن احنا كنا بنتكلم مع بعض كتير بنوجه بعض بكتير يعني أعزي أقول لك الحاجة كابتن حسام حسن أنا أتكلم على جيل أن أنت كابتن حسام حسن كان بيجي من الثمنتاشر يجي جال يقول لك لازم تمسكه امسك يعمل يعني يرجع في أي فترة في المباراة لو في حاجة مخاطرة كان بتحس أن أنت لو أنت مثلا بتحس خلاص أن أنت الفرق قدامك ضغطاك فكان بيفوأك تلاقي مثلا كابتن شوبر من وراك في دارك بيكلمك كتير بيينبهك تلاقي كابتن حسامة من نحية تانية يعني أنت فيه ثقة فيه حاجة فيه حالة في الملعب أن طول الوقت أنت فيه لعبة بتوجهك وبتفوأك على طول فدي كانت عمل لنا نوع من التقلق أو أن أنت على طول أن في أي وقت يحصل شوية الكرف في أي مباراة ينزل شوية بتلحق نفسك كمان أنت لعيب يعني يعني أنت لعيب برضو أنت بتلحق في الناد الأهلي يعني الغلطة يعني منك بتبقى بين قوي أن أنت إزاي أن أنت بتلحق في الناد الأهلي بتغلط أو الغلط وارد بس أنت بتحول تصلحه بشكل كبير جدا فأنا بقول لحداك يمكن إحنا محظوظين أو قلنانا من اللعبة المحظوظة إن إحنا كنا بنكلم بعض بنوجه بعض بشكل كبير جدا ممكن كان فيه لعيبة بتضغط علينا أو بتتنرفز علينا بس بعد المباراة خلاص أكد ما فيش حاجة حصل نفزت ملعب عشان فريق ده يتحصل ما بتتطرقش لبرا مش حاجة شخصية لا ده المصلحة الفريق إن انت النهضة لما بتكسب بنوحضن بعض وخلاص ونمشي يعني أنا أنا أفتكر مباراة كانت زمالك فريق عمن هنا ب13 مط وإحنا يعني خلاص وصلت إن إنت لو تعديلت تأخذه لدوري فإنت نزل الملعب فيه سكة كبيرة جدا يعني حتى اللعبة يعني اللعبة بتكلمك أنا عايز أقول لك الحاجة الجهاز الفني ما كانش بيكلمنا يعني أنتو كنتوا متصدرين فريق الآهلي كان متصدر لا الزمالك كان متصدر في السنة اللي انتو فضلتو اتقربوا اتقربوا التعدلنا في النقاط وكسبنا التين صفر اللعبة كان بتكلم بعض بشكل جديد جدا يمكن في موقع أذكر مباراة تاني إن إحنا بنلعب النغبة في المغرب نكس النغبة في المغرب يمكن اتغلبنا من خريبكة تلاتة اتنين وخلاص والأورمبوك خريبكة بيلعب الفيصالي فخلاص لو كسبوا الفيصالي يكسبوا وإحنا رحيل استاد يعني خلاص احنا اللعب الرجاء البيضاوي يعني المباراة خلاص يعني تحصيل حاصل فجئنا ان المباراة صفر صفر مستر هولمن ساعتها وكان كابتن محسن تنطاوي وكابتن شاطة والله رحمه كابتن أحمد مير وكان معهم كابتن كرامي أكسم بالله ما اتكلموا يا زمامان قالوا ان البطولة رجعت له كتين نزلنا الملعب كنا هو الراجل حتى التشكيل يعني حتى لو سألت اي حد من الجيل يا سرقان هدي خشبة اللعبة كبيرة دي انت هيقول لك نفس اللفظ كده مستر هولمن عمل الصبورة ورحطت الأسامي وقال لك انا مش اقول البطولة رجعت لك وانزلوا وخدوها كأن الله يرحموا كابتن سابة البطل مدير كون احنا نزلين مركزين تسعين في المية يعني مليون في المية ربنا كرمنا وكسبنا 2-0 في آخر دقيقة ان انت عندك إصرار على المكسب بتلعب فرقة كبيرة بجماهرة جماهرة متحمسة بشكل كبير وعلى فكرة ان احنا الرجال البيضاء قابليها كنا كسبانين منه البطولة العربية هنا في الكاس فهم كان واخدنا حكاية سقر يعني فربنا كرمك وكسبت لان انت من جواك عندك عزيمة وإصرار ان انت تكسب لان انت بتلعب في نادي كبير النادي الاهلي النادي الاهلي دايما يتعودنا ان بيلعب على المركز الاول بيلعب على البطولة هل تعتقد انه فري الاهلي قادر ان شاء الله مع الجهاز الفني في الفترة دي بسرعة جدا بنفس مجموعة اللاعبين بالكفاءات الموجودة حاليا في الفريق انه يرجع لحالة تركيزه الكاملة وانه يبدأ يمشي بسرعة جدا وينافس بقوة على اللقب في البطولة العربية لازم تهيئهم نفسيا بشكل كبير جدا تنسيموا البطولة خلاص وانا تكون الكرة ماكسب وصارة لازم انسى لازم افكرفوا الي الي جاي تعويدنا ان احنا ننسى ان احنا تعويدنا في النهادة لان احنا على طول بننسي الهديمه او بننسى المباراة ped Inspect انديها البطولة مهمة البطولة العربية بطولة قوية جدا على فكرة من احسن الفرق اللى موجودة في البلاد العربية يعني فرقة جمدة أنا أكلمك بأمانة يمكن كذا فرقة أنا عجبتني وعجباني جدا نظام البطولة السنة لأن أنت كان الأول بتبقى مجمعة الوقت بقى مباراة ذهاب وعودة مباراة كروس الجاز الفني قادر أنه يخرج يخرج اللعيبة بشكل كبير جدا من الحالة اللي هم فيها إن شاء الله النادي الأهلي قادر باللعيبة اللي موجودة اللعيبة تتكلم مع بعض فيه قادر حسام عشور يقدر يتكلم مع اللعيبة مع شريف إكراميا مع أحمد فاتحي ربنا يرجع بالسلامة فارق كبير يا كابتر محمود متهيالي لو وفقنا بإذن الله والفريق يعني استجمع قوة مع جهازه الفني ويشتغل بشكل جيد جدا فترة جاية وفاس باللقب في البطولة العربية أو كأس الزايد للأنديال العربية أعتقد أنها تعمل فارق معناوي كبير أوي مع الفريق ومع الجهازه طبعا أنت لازم تاخد بطولة يعني أنت نظر النادي الأهلي ما ينفعش أن أنت تخش النادي الأهلي زي ما قلت دا حاكم من بتاعة المسلم بيفكر أنه رقم واحد بينافس على البطولة أنت بتخش في ثلاثة أربعة بطولات أنت بتلعب عليهم ما فيش حاجة اسمها مركز تاني ومركز تالت والكلام دا تت بتلعب على البطولة الدوري أي على البطولة الدوري على البطولة الكاس على الأبطال الأفريقي على البطولة الدوري حاجة تانية أنت عندك مجموعة لعيبة يعني المفترض أنهم أحسن لعيبة موجودة في مصر اللي نارده لما أي لعيب بيلبس تشير تلنادي الأهلي إن أنا جاي لنادي الأهلي يبقى أنت أحسن لعيب لأنه بيختارك ناس خبرة إن أنظم اللعيب اللي بيجلعب في النادي الأهلي مش بيجلعب كده وخلاص لا دا فيه ناس عين شفيته كويس جدا إن أنا محتاجه في المكان دا هو اللي يقضي بالنادي الأهلي في الحيطة دي فاللعيب هو اللي عليه لعيب الأكبر اللي هو لما ينزل الملعب أنا خلاص اخترتك مرة ادي المسؤولات الكبيرة اللي انت فيها حصلت لنا مرة في التسعينات وسنة التين وتسعين كان في اخفاقات للنادي الاهاي بشكل كبير جدا في الفترة ديه مكن انا جيت اناى كابتن جمال السيد وعمر الحديد وكابتر ريد عبعل وكان في بالكسا بو g ولكن الحمد للاد مكان دخلنا في المنظومة بتاعت ناله بشكل كبير جدا قدرنا ناخد النتائج تحسنت النتائج تحسنت بشكل كبير كده كان معنا مستر هاريس وبعد كده مستر هولمن ممكن النتائج بشكل كبير كده تحسنت فدي ممكن ممكن يكون كابوة وبتحصل للنادي الأهلي مش عاوز أقول كابوة هي ظروف مباراة أو ظروف أو فترة بتعدي لكن إن شاء الله الأهلي قادر سنرجع لكم الكلام عن تصريحات كانت محشورة خطيبة عن صفقات في الفترة الجاية ما أطلق عليه إعادة بناء لفريق الكورة وإعادة ترتيب لأوراق خاصة بقطاع الكورة في النادي أو تطوير كل ما يتعلق بأمور كورة الخدم في النادي لكن بعد ما نتوقف مع هذا التقرير ونتكلم أو نسمعه حضراتك ورأي بعض الجماهير في هذه المباراة المباراة الأهلي والوصل الإماراتي بعد خروج الأهلي من البطولة الأفريقية أكيد هايبقى الأهلي به وضع تاني طبعا الأهلي معروف دائما أنه لما بيطلع بيخش في كبوة بيطلع منها بسرعة كبيرة والأجل الحظ أنها في بطولة تانية كمان مباشرة ومحتاجين في ألف حوز بالبعان أدق وإن شاء الله الأهلي هيبقى أقوى في المطشدات بأمر الله إن شاء الله المباراة تبقى حماسية جدا وإن شاء الله الأهلي هيحاول أنه يحقق الهدف وهيجيب هدف إن شاء الله في الوصل علشان يرضي الجماهير اللي عملوا في مباراة تراجي التونسي نتمنى إن شاء الله يعني مش في أبطولة أفريكا ومش أبطولة طارة عربية على الأقل خالص في بطولة عربية ناخدها إن شاء الله بإذن الله وانا أمل في ربنا كبير أمل في ربنا كبير ثم النادي الأهلي وإن شاء الله يكون التشكيل أحسن من الأول كتير بس فيه لعيبة كتيرة جدا مفروض تبقى في التشكيل يعني واحد زي ناصر ماهر لعيب زي فيه لعيبة كتيرة جدا مفروض تتحطف تلك أحوال مفروض تبقى في النادي الأهلي إن شاء الله بس يكون عندهم باور من الهزيمة دي نحن يعني فريق كبير وفريق عندنا بطولات كتيرة ومش عيزين بطولات المهم بس المحلوية بتاع اللعيبة تكون كويسة إن شاء الله ونعب البطش كويس ونلعب كرة قدام الوصل في الأمرات وأهم حاجة حنا نقد كويس والمدرب اللي إحنا بيدربنا كويس والدنيا جميلة يعني بس أهم حاجة اللعيبة يكون عندها ثقة في نفسها ده أهم حاجة لأن الأهلي لدي كبير وربنا وفاهم في كل بطولة إن شاء الله نحن عندنا كمان الدوري عندنا بطشات كتيرة أقوة بأجلة وربنا يسر رمون إن شاء الله الفترة الجاية دي تكون فترة جميلة وإن شاء الله نفوز في الأمرات إن شاء الله أربع صف نتمنى إن الأهلي إن شاء الله يقدم مباراة طليق بالفريق الأهلي اللي إحنا متعودين معاه على طول دايما على البطولات ومتعودين دايما أنه يفرحنا كابتل محمود أبدها بتعليقك على أراء الجماهلين يسمعناها في تقرير يعني الكلام ما اختلفش كتير على اللي إحنا بنقوله الناس محبة للنادي الأهلي بتفهمة كويس كبيرة جدا في الكورة متابعة للنادي الأهلي بشكل كبير جدا يمكن في ناس اتكلمت إن في كوادر في لعبة كويسة جدا لازم تاخدوا الفرصة زي أحمد حمدي زي أمر البركات زي أحمد الشيخ لعبة دي ماخدتش فرص تبع تاخد إمتى فرص لتحكمت عليهم إزاي لازم يلعبوا ولازم أديهم عشان يلعبوا مش بس الناس بتقول إنهم ماخدوش الفرص الناس شايفة كمان حسب ما بنسمع في أراء طول الوقت في مناقشاتنا مع الناس أو في التقارير شايفة إن دي كوادر عن دائم كان يقف فنية وموهب عالي جدا وليس صغيانين اللعيب النهاردة لازم ياخد عشان يدي يقدر يدي في الملعب النهاردة مش هيبقى في يوم وليلة متقلق لا بياخد وقت وبياخد فرصة للعب لازم يدي ولازم يشارك ويشارك بشكل كبير جدا الاستمرارية على طول اللعيبة بتدي له التقلق خلاص انسجم مع الفريق انسجم مع التيم خد الفرصة بشكل كبير بياخد ثقة فبالتالي يعني الطاقة اللي عنده هتطلع في الملعب يقدر يديه بشكل كبير جدا يعني متفق مع الأراءة لبطول إن لسه فيه أوراق مؤثرة جدا ورابحة في النادي الأهلي مش مستفاد بيها بالشكل الأفضل عندك لعيبة كبيرة جدا يعني عندك ناصر مار ده كان مطالق في سموحة في شكل كويس جدا أحمد الشيخ كان هدف الدوري في المقاصة وكان بيلعب منتقب مصر يعني هل احنا برضو فيه مش عايزين نلوم الجهاز الفني ممكن نرضى عيب عند مين عند اللعيبة أو عند الجهاز الفني طيب اللعيب النوع اللعيب الجهاز الفني احنا دايما بنقول لو الجهاز الفني عنده لعيب كويس استحال انه يقعده برا او يركنه برا ده واحد زي ناصر مار من اللعيبة كويسة جدا ويمكن احنا توسمنا في انه هو وكان بدأ الدفع به وكان بيأخذ وبيشارك بشكل كبير جدا عندك محمد شريف كان لعيب متقلق مع ودي دهجلة في شكل محترم ومن النهاردة عشان يجي النادي الأهلي لا انت متقلقه بشكل محترم في لعيبك احمد حمد من اللعيبة كويسة مهاريا وراجل لسه صغير وموجود في اكتاع الناشين يعني راجل متربي على البطولة انه هو يطلع شارب من المدربين اللي مساكته انه عنده انتماء للنادي الأهلي وعنده بطولة في شكل جديد طيب في نفس الاطار اللي نتكلم فيه وكمان بتتفق مع المثال اللي تكلمت عنه من شوية كابتن محمود حضارك تكلمت عن فترة انضميت فيها مع مجموعة نجوم النادي الأهلي حسن بهذه التعاقدات واعاد الفريق لمصار هل احنا بصدت فترة زي دي لان في تصريحات سابقة في مدخلة هاتفية لقناة الأهلي كانت للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة حرفيا إعادة بناء فريق الكرة في النادي الأهلي وده معناه اما انه فيه أوراق هيستفاد بيها او هيعد تدوير العناصر الموجودة واللعابين بأفضل شكل او مرحلة جديدة من الصفقات والإضافات للفريق هل احنا محتاجين مجموعة صفقات مؤثرة في الفترة الجديدة انت محتاج صفقات يمكن انكابت الخطيب لما يقول بناء هو ممكن اصلا انت مش هتبني في يوم وليلة يعني طبعا انكابت الخطيب كيما كبير ربنا يجيبه بالسلامة طبعا والعملية الحمد لله امكان انا سمعت الستاذ محمد مكان من فقال مع حضرتك اتمنى له الشفاء ويرجع بالسلامة إن شاء الله كابتن الخطيب كيما كبيرة لما يتكلم على فريق الكرة يعني كلنا لازم نسمع النهاردة محب للنادي الأهلي بشكل كبير جدا اعتقد النهاردة لما يجيب شخصية زي الاستاذ كابتن هيسا مرابي انه رجل عمل صفقات كويسة جدا في الفترة اللي جاية بيقدر يأصل بشكل كبير جدا مع اللعيبة إن شاء الله انا شايف نهو بيتكلم عن تدعمات والنادي الأهلي فعلا ما يحتاج تدعمات في الفترة الجاي ما احنا قلنا ما يحتاج تدعمات في خط الدفاع في مركز الزهير الايمن في نص الملعب في الفيروت ممكن احنا عندنا شوية مشاكل في الحتة دي لكن ممكن الفترة دي ما تصفوش لكن انت لوقت بتجد دعمات بتجد دعمات بيكون في بناء للفريق جاي على مراحل على مراحل المرحلة اللي جاية هي يناير إن انت تجيب لعيبة تقدر تسد أي قصور القصور اللي موجودة لأن انت عندك إصابات يمكن احنا شوفنا في الفترة اللي فاتت الإصابات حرمتنا من اللعيبة كبيرة جدا زي احمد فاتحي وعندك مع معلول مع محمد عجائي عجائي يمكن اللعيبة دي مؤثرة بشكل كبير جدا فاعتقد ان الكابت الخطيب بيكلم عن المرحلة اللي هي الوقتي اللي هي في يناير إننا نقدر أدعم وخصوصا إنه جاب شخصية زي هيسى مرابي يبقى موجود أو كان قبل كده ممكن احنا كان مع مانوالجزية أو مع كابتن حسام البدري كان عمل صفقات كويسة جدا ونجحة للنادي الأهلي فاعتقد إن الكابت الخطيب بيتكلم على فترة يناير إنه هو يدعم في الفترة اللي جاية بمجموعة صفقات من العيار التقيل لغة الكرة اللي هي مؤثرة طبعا لأن بص النادي الأهلي ما ينفعش يعني اللي إحنا شفناه في مباراة الترجي ما ينفعش بأي حال النادي الأهلي مش عايزين ناخد فيها الناس ممكن أن تتكلم كلامك متفق مع الأهلي كابتن أحمد بلال في حوار سابق إنه قال حتى لو غاب عنا فيه عناصر مؤثرة جدا غابت عن الفريق في المباراة دي إما للإصابة أو الإيقاف 40% من قوة الفريق لكن كابتن بلال قال إنه شايف إن النادي الأهلي دايما بيبقى عنده البديل اللي يخليك ما تحسش بفرق كبير في الأداء لو غابت عناصر كتير من الفريق إن البديل يبقى ورايب قوي في المستوى وفي طبيعة وكان بتحصل بس حاليا ممكن يكون اللعيب بينزل ما يقديش على نفس المستوى ممكن حصلت في فترات مع كابتن حسام البادري ممكن السنة اللي فاتت قبل كاس العالم كان اللعيب بينزل ما تحسش أنه حافظ أو شارب نفس الطريقة أو نفس الأسلوب أو نفس اللعب فما ما كنتش بتحس الفرق كبير جدا الوقتي أنت فيه لعيبة بعيد عن مستوى بشكل كبير ممكن أنت كمان أنت عندك الفرقة تغيرت أو اللعيبة فيه لعيبة بعدت أو فيه لعيبة اتعقدت مع عندي تانية فأنت النهاردة التشكيل بتاعك تغير بشكل كبير جدا ممكن مستر كالترون ممكن أول ما جاء فيه ممكن عمل روتيشن بشكل كبير جدا في الفترة اللي فاتت ما كانش عندك تثبيت تشكيل الفترة اللي فاتت فيمكن برضو الإصابات حرمتك من اللعيبة كبيرة جدا فكل ده بتعملك خلل في المستوى من اللعيبة ممكن تلاقي ثلاثة أربع مدشاط انسجام وبعد كده تلاقي فيه لعيبة صابت بيخرج أحمد فتح وبعدين بيخرج وبعدين بيمشي عبدالله السعيد وبعدين بيخرج ناصر مار فطبعا دي بتعملك حالة تمثل في ندرة المواهب الحقيقية في الدول المصر زمان أيام فترتك كلاعب محترف في الأهل كنا بنشوف راس حربة جامد جدا في كل فرق في الدول الفرق في كل أندية الأقليم في كل الأندية الجماهيرية أو أي أندية تانية حتى لو جماهيريتها محدودة دايما تلاقي عندهم لعب أو اتنين واضح ان ده المايسترو بتاع الفرق دي بمانة ميزان الفرق دلوقتي الناس بتقول عشان ندور ونبص على الفرق قال لما تجد اللاعب اللي هو هتتتفق عليه الأراء إن ده نجم إن ده يستحق إنه نادي زي نادي الأهل يجري يحاول سعيا وبقوة وبسرعة جدا ويتعاقد معه هل متتفق مع الأراء اللي بتقول المواهب قالت في الدول المصر ده هل بشكل كبير يعني عايز أقولك الحاجة ما كنا باللعب يعني أي فرقة كنا باللعبها كان فيها عنصر أو اتنين لازم تمسكه يعني أنت كنت بتجيب واحد زي مشير حنف تقوله أنت تمسك إبراهيم المصري من المصري محمد صلاح أبو جريشا من إسماعيلي كابتن أحمد حفظ الألقاب طبعا كابتن أحمد الكاسف الأولمبي لما نتنقل الزمان كل فرقة تلاقي فيه كل فرقة بتلاقي فيه لعيب مميز لعيب بيكاسف رئيته يعني عايز أقولك فأنت الوقت المواهب قلت بشكل كبير جدا بشكل يعني مبالغ فيه يعني النهاردة إمكان أنا مش عايز أتكلم أو عشان ده تحليله أو سببه أي فنية إنه نجة نظرك إن اللعيب الوقت بقى مصنوع فيه لعيبة كتير جدا عايزة تلعب عايزة تشارك عايزة تعلمة كرة القدم اكتهدت اكتهدت اشتغلت كويس لكن انت النهاردة انت مبدورش على الموهب انت بتدور إن انت النهاردة بتجيب لعيب بيسد لك الخانة اللي موجودة مش كنا ده لأي حد في مصر الوقت إن انت اللعيب النهاردة بيبص بصك أو يجيب جون في النادي لقل أو الزمال إن الدنيا كلها بتجري عليه وكمان عندك السوشيال ميديا أو الإعلام بشكل كبير جدا بيمجد لك في الدنيا أو في اللعيب النهاردة أنا عايز أقول لك الحاجة محمد أنا شفت كابتن حسام حسن تهديف أو حتى منهم من اللي كان عنده كمان مهارة التربلينج زي متعب مع مهارة إحراز الأهداف يعني أعز أقول لك الحاجة ممكن يضيع لكن في السارة ممكن يجيب لك جون يعني انت عندك سيقر أنه يجيب لك جون والأخطر من كده كنت المحمود بيعمل كام تراي كام محاولة على المرمى المرمى المنافس في التسعين دي الوقت بنشوف مهاجمين أليل أوي المهاجم اللي بيتمركز صح وطول الوقت بيهدد مرمى المنافس دا بياخد الأمكان صح النهاردة بيأمتى يزبع وبيتوقع النهاردة يعني عز أقول لك عاجة كان اللعيف برضو بيتمرن عليها يعني أنا أنا فتكر مرة كامتن عسام على طول كان بيتمرن أنا بكلم على الجيل بتاعنا اللي أنا حضرته في النهارة الألي كان بيتمرنوا عليها بشكل جبير جدا كان بيحط تقريبا كنز إنه هو يجري يخطف من قدام الفيرود أي المدافع عشان يجيب جود لكن أنت النهاردة ما بيستناشو كورة هو اللي بيروح للكورة إن أنت ما تستناشو كورة إن هي الجيلة أنا بحاول إن أنا نروح للكورة لأن أنا ما أسبق القصف فأنت عندك المواهب قلت بشكلك بي جدا خصوة عندك الأكاديميات في مصر فتحت بطريقة غريبة جدا في مصر أن أنت عندك اللعيب الوقت يعني مش مهوب بقى مصنوع أنا 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 ما يونجة نظرك طب الأكاديميات المفروض إنها إنها تعليم ميزة مش عيب تعليم المفروض إنها ميزة إنها حتدي فرص لقصر كتير جدا تودي أولادها واللي عنده موهبة حقيقية هيكتشف و هيكمل بس ما تخدش أي حد إن أنت النهاردة مش عشان أجمع المال عندك مشكلة فكرة الأكاديمية خلاص هتقبل أي حد عندها اشتراك وعندها نظام مالي فبتقبل أي حد لكن أنت النهاردة كان أنا سمعت إن الدولة عازة تعمل الألف موهبة ده بشكل أنا من الناس اللي بتطفق عليه جدا ده محترم بشكل كبير جدا إن أنت بتوصل اللعيب أو توصل الولد الناشئ إنه يبقى محترف يبقى عندك محترف والحاجات دي إحنا تأخرنا فيها كتير جدا بس بشار إن أنت تجيب مدربين مارسوا كرة القدم مش أي حد إن أنت لعيب المدرب اللي يجي يمسك الولد اللي هيعلمه حتى النهاردة حتى أنا بقولها في قطاع ناشئين يا محمد إن أنت ما تجيبش أي حد يمسك في قطاع ناشئين في أي حتة في الأندية أنت لازم يكون مدرب أو كل لاعب شارك بشكل كبير جدا عشان يجدي أساسيات ويكون من النوع اللعينه بتشوف اللعب المهوم طبعا لازم يتقدر تميز بين لعب عادي هيبقى بيكتهد أو لعب مصنوع زي ما قلت ما أنا بقول وبين لعب مميز الحاجة كمان اللعيب النهاردة أنت النهاردة أنا كنعيب لما يجي يمسك نهاردة كابتن أنور سلام أو كابتن الله رحمه كابتن جاري أو أي أواطف كابتن فاروق جعفر النازي أنا يعني أنا ببص للنازي إن أنا هتعلم منهم هيأسسوني صح أنا كنعيب كرة إن أنا لازم أتأسس من تحت صح بشكل كبير جدا عشان أفيد النادي الأهلي وفيد منتخب مصر إذا أنا أتأسس صح أنا كده تسعين في المئة أبقى لعيب كرة القدم النهاردة في لعيب كرة القدم في منتخب مصر محمد ما بتعرفش توقف يعني يعني أنا آسف في اللفظ بس أنا فعلا يمكن عندنا أخطاء بتحصل أخطاء في جميع الفرق المصرية كرة العرضية ننظر لعيبة النهاردة كرة العرضية بتبقى أنت مركز اللعيبة غلط النهاردة مش أجيب فريق ولعيب فريق أول وعلموا يغفل زي لعيب دولي ولعيب محترف عشان كده عندنا مشكلة في معدل إحراز الأهداف للمنتخب من الفرودة من السترايكر عندنا نجوم عندنا في خط الوسط طبعا أو كلاعب وسط مهاجم طبعا من أميز اللعبين على مستوى العالم دواتي فبيحل مشكلات كثيرة ولي بيحل لك مين في المنتخب لكن السترايكر الفرود الصريح في المنتخب لو قارننا بفترات سابقة كان معدل تهديف مهاجمين المنتخب أعلى بكتير ما كان بشكل كبير جدا لأن انت كنت بتشغل حياته دي ان انت عندك بتشغل من الأجناب بالشكل المحترم الوقت انت كل الأهداف اللي بيجي لك اللي هم القادمونة من الخلف محمد صلاح المش مراقب أو تيريزي المش مراقب فانت عينك كلها رايحة على مين على الفرود لكن الفرود النهاردة لازم يخلق لنفس فرصة احنا دايما بنقول الفرود اتحرك في الثمنتاشر ما تخرجش برس انه لو اتحركت بشكل كبير جدا هتقدر تجيب جوت لكن الفرود زمان لما يعرجع لحضرك اللي انت بتقول موهوب موهوب عشان بيخلق لنفس فرصة انه هو عايز يجيب جون عنده حمي انه هو مهمته رقم واحد في الدنيا في الملعب انه يجيب جون زي المدافع انه هو بيقطع ما يقولش في جون على ذكر نجمنا محمد صلاح منذ قليل هو عمل طبعا على تويتر كتب على تويتر على صفحته الخاصة وحسابه الخاص في تويتر الف سلامة للكابتر محمود الخطيب واتمنى له الشفاء العاجل محمد صلاح الحقيقة رغم طبعا انشغاله بارتباطاته مع النادي ليفر بول ومكانته اللي اصبحت مرموخة جدا عالميا في ملعب كرة القدم وفي بورسة اللاعبين او الحديث عن فرصه للانتقال من النادي الاخر وقمته التسويقية اللي بقت من الاعلى ضمن اعلى مجموعة من اللاعبين على مستوى العالم حاليا ورغم هذا الكم من النجاح الا انه دايما حريص على المشاركة مع المجتمع المصري ومع الوسط الرياضي المصري في كل الاحداث وبيهتم بكل التفاصيل دي ويعلق عليها والتأكيد بيحمل قيمة خاصة للكابتن ومحبة وتقدير خاص جدا للكابتن محمود الخطيب بما له من مكانه طبعا على مستوى نجوميته وتاريخه الاستثنائي جدا كلاعب وواحد من طبعا المواهب النادرة واسطورة الكرة المصرية وايضا مكانته الخاصة اللي وصل اليها اليوم كرئيس لمجلس ادارة النادي الاهلي ده كله طبعا بالتأكيد بيحمل محمد صلاح على الاهتمام والمتابع وبالتأكيد هو من المحبين واللي بيحمله تقدير كبير للكابتن محمود الخطيب كابتن محمود نكمل كلامنا عن فكرة انه ازاي نطور من اداء لعبينا علشان ده ينعكس على مستوى الدوري المصري وعلى مستوى المنتخب الوطني من العناصر مش كل عناصرنا محترفين مع المجموعة المتميزة من المحترفين خارج مصر الدوري بنحتاج الاجهزة الفنية المنتخب تعتمد على اوراق من داخل الدوري المصري احيانا ما بتلاقيش اللعيبة اداءها على المستوى اللي بيرضي طموح الجماهير او الجهاز الفني عشان فيه فارجة محمد بين اللعيب المحترف واللعيب اللي موجود في مصر انت فيه فرج بشكل كبير جدا اللعيب اللي موقع خلاص اللعيب يعني بنشوف محمد صلاح بيتطلق بشكل كبير ده مع النفر بول نفسيته مرتاحة جدا جاي بيلعب مع متخب بلده فعليه مسئولية كبيرة اكبر اللعيب المحترف بيباجاي علي مسئولية اكبر انه رجل محترف رجل بيلعب في نادي كبير مكين احنا شوفنا تريزي جيل شوفنا النني شوفنا محمد صلاح عمر وردة ان انت جاي منطقة مصر انت جاي تكسبني انت مش جاي تقضي واجب وتمشي لا انت جاي تكسب الناس جاي تشوف منك الكتير او مستنية منك الكثير فاعتقد ان دي بشكل كبير الحاجة التانية انت في الدولة المصري اللعيب النهاردة ممكن يعني مستوى ما بقاش ثابت مرة بقى كويس مرة ماتش ممكن تلال ماتش اللي بعده ما بقاش كويس او مستوى بيقل في المستوى لكن اللعيب المحترف يعني مسؤوليات كبيرة جدا عليه اسبوت بشكل كبير جدا انه لازم يبقى كويس لان الحاجات دي بتديله بونس كمان بشكل محترم كنشوفنا محمد صلاح بيتقلق بشكل كبير جدا كن كمان عجبني محمد صلاح لما جاب الجون في تولس يعني ممكن عنده غيرة انه هو يجيب الجون ويقلع الفانيلا كان عنده كبت او عنده زي ما نقول يعني مبسوط فرحان يمكن زي ما يكون اول مرة يجيبها ماتش تاكن كان يعني تحدي للمنتخب لاننا احنا منتكلم على اول فوز فمبرارة رسمية على مدار كم سنة طبعا عن بلك فترة على ما اتذكر عام 2002 عام 2002 انت مكسبتش تولس مكسبتش تولس مكسبتش تولس مكسبتش تولس مبرارة رسمية فدا تحدي له مكانته الخاصة وقدراته الخاصة في المنتخب بما يحمله من قيمة دلوقتي فنية عالمية محمد صلاح انه كان عايز يعمل حاجة وعايز يكمل مجهود زملائه بانه يحسن من قاعدة الصلاح ده قيمة اللعيب انا زي ما بقول لحدك انه هو متحمل مسؤوليحات شايل على عيدكو بلد الملفت باكة المحمود رأيك فيه المساحة الصغيرة جدا امطار قليلة جدا اللي تصرف فيها بمنتهى الزكاء والسرعة بالكرة من اول الوان تو اللي اتعاملت مع صلاح محسن وصلاح محسن اجاد فيها وبعدين التعامل مع الباكة اللي كان خلص على وشك انه يصطدم محمد صلاح في المساحة اقل من عشر صنط بينه بالمدافع وانه قدرته انه يعمل المراوغة دي في المساحة دي ويحفز الهدف وعنده زكاء بشكل كبير جدا وعنده زكاء بالفطرة انه هو يعمل اي او هو يمكن هو بيعملها في ليفربور بشكل كبير جدا مع سيده مانيه انه هو بيعمل وان تو يمكن ان صلاح محسن حطه له جول يعني الباصة بتاعت الوان تو بتاع صلاح تو بتاع صلاح محسن دي جول لوحادية لكن بعد بعد باك في المواجهة هو ممكن يكون المدافع خاف انه يحط رجله مع صلاح مع صلاح انه يعمل ضرب الجزاء ان صلاح زكاء انه هو شالها يدوب شالها بس من على مشت رجل من غير مكورة تبعد من هم تبعد بشكل كبير وعنده كنترول ويحطها بالاسلوب ده دي بيتبين لك ثقة ثقة في نفسه بشكل كبير وشكل محترم ان هو يشيلها كده بوشت الرجل عشان يسندها عشان تتحطه قدام عشان يحطها جول ممكن اي حد او اي فروت تاني او اي لعيب تاني كان ممكن يشوت لكن هو حطها بشكل محترم لانه خلاص محمد صلاح بقى ناضج بشكل كبير كده بقى عنده تفكير يقدر وبعدين في حاجة كمان ان هو بص عجون يعني هو وهو بيرقص او هو بيشيل الكورة من على مشت رجل المدافع التونس ان هو بص عجون الاول وهو طالع فليه الرجل نعم راح حتى طالع فدي عنده ثقة فيه كمان التوازن العضلي العصبي طبعا الحركة العصبي انه جسمه قادر عشان التمارين والفتنس والالتزام والسرعة ووزنه المحافظ عليه يقدر جسمه يلبي الفكرة اللي عنده في جزء من السجن خلاص هو بيفكر الوقت بيلعب بدماغه يعني العيب الكورة دايما لازم يشغل دماغه طول الوقت يكون عنده تركيز بشكل كبير جدا طول ما هو موجود في الملعب بيفكر وعنده تركيز زي ما احنا بنقول اي لعيب النهاردة اي مدير فني بيخش اي محاضرة نمر واحد بيكتب لك التركيز واحد اتنين رقم واحد واثنين وتلقيت التركيز في الملعب تركيز تسعين دقيقة انت لو فقدت التركيز لمدة ثانية ممكن تسرير منك المبروة من اي العيب في المجموعة لكن محمد صلاح يعني نضج بشكل كبير جدا كان انا سعيد جدا كان الناس ما فرحتش ان مصري جاب الجون قدم فرحت ان صلاح لجاب الجون فدي كمان عملت لك حالة محترمة في منطقة مصر فأي مطمئن هو كانت كمان لفتة متوقعة منه لانه اكيد منه هو طفل يعني من بداية تعرفه بعالم كرة القدم وهو بالنسباله اسم محمود الخطيب بهذا النجم الكبير علامة خاصة جدا في عالم كرة القدم المصرية والعربية والافريقية واكيد كان بالنسباله وهو في مرحلة الطفولة او لعب ناشر كان حلم بالنسباله يعني المكانة اللي بيوصلها نجوم بحجم الموهبة اللي شفناها عند الكابتل محمود الخطيب اكيد بتمثل حلم للكثير من اللاعبين وربنا وفقه ووصل الى مكانة عالمية النهاردة محمد صلاح غير مسبوقة نتمنى له مزيد من النجاح ان شاء الله خلينا نختتم كابتل محمود بكلمة اخيرة عايز توجهها اللاعبي الاهلي والجهاز الفني لتمثل امنياتك شخصية كمشجع اهلاوي قبل ما تكون لعب محترف سبب انا امكان انا بتفرج على النادي الاهلي بالوقتي حاليا كما من قيعة ومسك مدير فني اكديميت فرح لكن في نفس الوقت انا بحب النادي الاهلي حب النادي الاهلي يكسب تكلم اللاعبة لازم تركز بشكل كبير جدا لازم تحط ابعد عن اي مهاترات بتحصل ابعد عن السوشيال ميديا فكر ان انت بتلعب في النادي كبير بتسعد جماهيرك اللي بالملايين سواء برا مصر او هو مصر ما تحطش في الملايين انت بتلعب في النادي كبير يعني اي شرف لأي لعيب بتنقل بس فننة النادي الاهلي ويلعب للنادي الاهلي ما تبصش للفلوس الفلوس هتجيلك هتجيلك ما تتكلمش مع وقت لا ما تتكلم ما تتكلمش محدش يتحك عليك انا بتكلمك بامانة ثقافة اللعيب في مصر ياسم محمد لازم تتغير انا بقلعب في النادي النهاردة النهاردة سعرك ممكن يزيد تفكر في الاحتراء في النادي الاهلي كان زمان ان احنا نقول شرف لأي لعيب في مصر نلعب في النادي الاهلي. ودي دي حاجة مفروغ منها. انا بتكلم من ارضك اللعيبة اللي موجودة مجموعة اللعيبة اللي موجودة في النادي الاهلي. كلها هتلعب منطقة مصر. بس يكون مركزين بشكل. وشيء من الثقة بالنفس. افتكروا حتى لو احنا بنانتقد وقت الشدة لاننا عايزين منكو افضل وطموحاتنا بالنسبة للمجموعة اللعبين دي بلا حدود. انكو في الفاينال. انكو واصلين في طولة افريقيا عامين متباليين. لكن الاهلي اللي ساق في طموحاته بلا حدود ولا يرديه زي ما حدودك قلت للمركز الاول. ولا ولا شوف كمان ان كل الفرق اللي بتلعبك بتبقى عاملة ازاي. بتبقى مرعوبة منك. يا اما بترهبك يا اما بتعملك مشاكل يعملك بتخوفك. لكن النادي الاهلي عمرهم عمره ما تهز من الكلام ده كله. لكن انا بتمنى ان شاء الله ان انت جماهيري. على لعيب اللعيب النادي الاهلي تعوض الجماهيري. يمكن ان انا زي ما حدودك عرضت التقرير. شوفنا ان الجماهير زعلانة. فانا اتمنى ان البطولة دي تعوضهم عن الحصول. وحتى لو احنا بن لوم او زعلانين او الجمهور كان زعلان من اللاعبين او جهاز الفني على شكل الاداء والنتيجة في المباراة دي. على ملعب رادس. لكن هم حققوا. يوبازل المهود ووصل الفاينال لبطولة الافريقية عامين متتاليين. وكل شيء وارد في عالم كرة القدم. فايضا في تقدير لجهد الفريق برضو جهاز الفني. اللي بيصل دايما للمنافسة على اللقب. حتى وان كانت طموحاتنا لا تقل عن الفوز بالبطولة. فكلامك منتفقين عليه تماما. ومشكرك على وجودك معنا. سعيدنا دايما نجم الك شكرا المصدية والنادي الاهلي سابقنا كابتن محمود عبدالدهب. شكرا جزيلا. جبنا خليك انا كنت سعيد ان انا كنت مع حضرتك. شكرا كابتن محمود. مشاهدينا ابقوا معنا. فقراتنا مستمرة. ولسه مستمرين مع حضراتكم من خلال الاهلي ليلى. فاصل وانعود. شاهدين اهلا بحضراتكم مرة تانية. ما زلنا معكم من خلال الاهلي ليلى. وفي هذا الحوار كمان بنترح مسؤولات كثيرة جدا عن بعض الامور المتعلقة بالدوري المصري. مشكلاته. تحسين الاداء في الدوري المصري. او تطوير الاداء. ومنظومة كرة القدم اللي ممكن تخلي اداء اللاعبين افضل. وتخلي كمان انعكاسه مردود ده على اداء منتخبنا الوطني في كافة المستبقات اللي بيشارك فيها افضل ان شاء الله. ولكن هنبدأ كمان الحديث باهتمامنا طبعا ومتابعتنا اللي حد في الاقرب وهو مباراة الاهلي والوصل الاماراتي يوم الخميس القادم بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما في المباراة الاولى في ستاد بورج العرب. معنا ومعاكم فيها الاهلي الليلة من نجوم الناجد اهلي سابقا الكابتن ضياء عبدالصند. اهلا بحضرتك كابتن ضياء وصعدتك معنا. ربنا يا خليوس محمد سعيد موجود معك النهاردة ومبسوط ان انا معك من فترة كبيرة مكنش موجود معك يعني. بتساعدنا مشاركتك معنا دايما في مباراة الاهلي كابتن ضياء. ربنا يا خلي مباراة الاهلي والوصل بعد متابعتك للمباراة الاولى تقييمك لاداء المنافس والشكل المتوقع للمباراة التانية في الامارات. طبعا المباراة الاولى يعني كنت موجودة عندنا في موصفة هنا نتيجة اثنين اثنين. الاداء يعني برضو كنا نقول هو يعتبر متغير شوية. قبل مباراة نهائي فروكيا. لعيبة كتير برضو كانت الاهلي غايبة عنه في صفوفه. يعني عايز اقول ان المباراة دي كانت تبقى تجربة كويس قوي لو الاهلي كانت ماشي كويس للعيبة اللي ما بتاخدش. الدورات الودية اللي بالشكل دوت او الدولية اللي بالشكل دوت بتقدر تدي اللعيب نفس حساسية التلاتة بنت في المنشاطة الاسمية. وتقدر كجهاز فني تحكم على اللعيب ده كويس قوي. انا شايف ان المباراة التانية. هل هي كلها شكل مختلف لانه على ما اتذكر المباراة الاولى كان باتريس كارتيرون المدير الفني استعان بعناصر كثيرة بديلة لانه كان ساعتها التركيز والضغوط عالية جدا مع مباراة البطولة الافريقية. فكان فيه تعديلات كثيرة في التشكيل في المباراة الاولى. الاهمية في المقام الاول كانت للبطولة الافريقية. بعد الخروج من البطولة الافريقية وطبعا يعني مش هنتطرق كتير للمباراة الاخيرة بتاع التلاتة السفر دي. لكن اقدر اقول ان الاهلي ممكن في الدورة دي يحط ايده على بعض العناصر المهمة جدا اللي يقدر يكمل بها الفترة مشكلة النادي الاسم محمد ان احنا لازم كنادي اهلي اللي برا زي اللي جوه. دي مشكلة الدكة في نادي الاهلي. او دي مشكلة النادي الاهلي. ما فيش حد اسمه الاهلي وانا برفض الكلمة دي تمانا بأي شكل. الاهلي غايب عنه ثلاث عناصر اساسية. لأ الكلمة دي انا برفضها. حتى لو هو مين. الاهلي كل اللي فيه اساسي. الخامسة وعشرين اللي موجودين في القائم على مستوى المشاركة يقدروا يشاركوا يبقوا مؤثرين ده النادى الاهلي ما فيش فرق بين ضياء خرج محمد دخل أبو تريكا خرج متعب دخل الكلام ده ما ينفعش أنا أقولها ما ينفعش يبقى في النادى الاهلي يعني مش عذر مقبول فكرة غياب 3-4 بالنسبة لي أنا طبعا إطلاقا ده النادى الاهلي النادى الاهلي كل موسم بيلعب كم بطولة أدنىها كم بطولة 3 بطولة 3 بطولة أقل شيئا أدنى لو كنا دخلنا إفريقيا كنا هيبقى عندك كم بطولة دخلت في 7 بطولات أو 8 بطولات دخلت كاس عالم ودخلت بعد كده الأفريق السويل هتا تاخد بقى الكاس وبعدين تخش مش عارف فين هعندك 7-8 بطولات فأنا لما باجي هختار هختار 11 لعيب أو 12 لعيب أو 16 لعيب وصيب 9 لعيب أقول لأصل أنا عندي غيابات دي طبعا مرفوضة بالنسبة لي تماما المرشي بتاعه إن شاء الله يوم الخميس خيبقى مرشي مهم جدا طبعا الناس كلها هتحط في دماغها في ذاكرتها 3-0 اللي احنا خصلناهم في تولس يعني ممكن نفسيا شوية نطلع من الشكل دوت اللي احنا مش عايزينه يستمرد كتير معنا في مكسل لو قدينا كويس وفوزنا بالمبارد أنا شايف إن الطبيعي إن احنا لدي مخرجنا خلاص أنا بس كلامك في البداية يا كابتن دياء خلى سؤالي يعني دماغي اشتغلت في حاجة كده إنه في طريقتين حضرتك قلت وده أنا ستير هتفكر بالطريقة دي إنه ممكن الفترة الجاية لطولة العربية تبقى فرصة إن النادي الأهلي يدي فرص ومشاركات للعيبة تبقى مؤثرة جدا مستقبلا ده معناه روتيشن كتير في الفريق وإتاحة فرص لعناصر شابة ما كانتش مستغلة في الملعب الفترة اللي فاد إحنا هنركز على البطولة العربية لإني دي لها حسابات ولا هنركز على إننا بنبني فريق للمستقبل وإني عايز أجرب أكتر كوادر موجودة من عندي في الشباب لإننا متهالي الطريقتين بيهم حسابات مختلفة سؤال محترم جدا 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 أنا بالنسبة لي الأهم أبني فريق والبطولة وتخلص وخلاص سيبك بقى من الحتة اللي تقال إيه إحنا خسرنا إفريقيا وخسرنا دورة دولية ودورة ودية وكان ده كله لا يعنيني في شيء ده لا يعني نادي الأهلي في شيء اسم نادي الأهلي كبير لكن أهلا لما عمي فرقة لأ دي تلهمني ده اللي بيستمر معك عشر سنوات بالضبط كذا دي مرحلة حاجة مرحلية وحتنتهي لكن لأنا أبني أبني فرقة وأحط بعض اللعيبة في معترك صح ده اللي يهمني اللعيب الأهلي لازم يبقى مميها شوية مش علشان خاطر هو بيلعب في نادي الأهلي لا عشان خاطر البطولات اللي تشترك فيها في نادي الأهلي انت تلاقي ممكن اللعيب في نادي الأهلي وتلاقي منتخب مصر ما بين نادي الأهلي ومنتخب مصر تلاقيه لها يعني اللعيب ما بفيش راحة فحلا لو من اللعيب ده متعدش كويس في اختيار وإحنا كجلج منتكور أو كجهاز يقدر يختار العيب معد كويس عشان يتحمل كل الصعب دي على المطاقة قصابة جدا يعني لو بترتب الأولويات من وجهة نظرك كابتن دياء بتقول إن الأهم دلوقتي بناء فريق المستقبل ربعا وإن الفريق ده تجدد دماغه بعناصر ما كانتش مستفد بي الإحلال والتجديد يبقى مرحلي يعني مع البعد التاني مع البعد بالزق أو محاولة الفوز أو المنافسة على أي لطاقة بشارك بأساسي أساسي أنا أقول لك حاجة يا سمحامل إحنا لما جدينا العيب معدش أهل مثلا يعني من أهم المشاطات اللي كانت موجودة أو غير التاريخ الكرة في مصر كان أهل وزمالك 3-2 4-85-8-8-8-8-8-8-8-8 مصر تمام الناس كلها كانت تعتقد أن الناد الأهلي يقدر يكسب الزمالك بكل نجومه دي مستحيل مستحيل كانت الناس خايفة فريق الأهلي لو قال فريق البديل فريق الشاب ده يخسر بسكور ده يخسر ده يخسر كبير دي قالك لو خسرنا 3-3 ولا بتاعي بقى أنتوا كده عملتوا إنجاز لكن نخسب الزمالك 3-2 وإحنا اللي بنبقى على طول بنبادر بتسجيل الأهداف كان فيه إيه إيه السبب السبب حاجة واحدة بس الدفع اللي عند اللعيب أنت تعمل اللي عايز تعمل هات مدربين العالم كلهم والدفع اللي مش موجود من جواك مستحيل تجيب لعيب كويس مستحيل إحنا كأهلي في المطش الأخير في تونس مش عافيني يخسب لو أنا أقولها لك بأمانة لو قعدنا لغاية بعد بكر لو الطايم تبدأ عشرين ساعة أنت مش حاسس إن الأهلي ضيعنا كم كور وصلنا للمرمة آه فين التحديد خلينا نتكلم بواقعية ونتكلم بأمانة ما حددناش مرمة ما حددناش أنت فيه أنت مش خطر أنت من تشايف يعني أنا مش شايف طريقة بأمانة برضو دي برضو حاجة من حاجات اللي مستغربها كارتيرون كان سوادي دجلة كان عامل جو كاس أول لأن أنا كنت متمرن وقتها كنت فريق نادة الداخلية فكان بيتمرني قبلها بعدي فكنت شايف كل يعني تدريباته تقريبا قدام عناية شايف إن الموضوع مختلف شوية معرفش في إيه أي يعني كنت شايف له بصمة مميزة جدا في تجريبته لسه مش شايف لسه مش شايف طيب حسأل سؤال اللي بيتابع حضرك دلوقتي حيفكر فيه لما يسمع الكلام ده إنه الناس هتقول إن كارتيرون استلم الفرقة وإحنا أخير مجموعاتنا في دوري المجموعات وعلى وشك مغادرة البطول وبدأ الشارع الأهلاوي الناس بيتش متفاعلة كانت متشاعمة جدا تقوله خلاص هنخرج من البطولة من دوري المجموعات والرجل عدل ده كله وطلع أول مجموعته ووصل الفاينال ده برضو دفاع موضوعي جدا الناس بتقوله عن كارتيرون إنه استلم في ظروف صعبة وعدل من نتاج الفريق رأيك إيه في الكلام كارتيرون بنكوسين كوبر شكل كوبر ما منتخب مصر إيه صح كده ووصلنا إيه كاس عالم تمام كده واخدنا مركز تاني واخدنا مركز تاني واخدنا تقولك احنا خارجين خارجين أنا قصد كارتيرون أنا شايف هو فنيته كاس جدا لكن لسه البصمة ما ظهرتش عن هذا الأهلا ما وصلش الأفضل شكل للفريق شكل الله ينور عليك تمام دي تمام كده أنا يمكن اللي متأكد منه إن أنا شفته فعلشان كده أنا بقولهم ده كويس وهو ويمكن واسق في قدراته جدا شايف إن الوقت لسه ما وصلش لأفضل سيناريو الأداء الفريق أنسب تشكيلة وأنسب طريقة ويمكن برضو كثير مشاكل كويس حتى مشاكل نفسية مشاكل مادية مشاكل عقود لعيبة حاجات كتيرها ممكن تكون أثرت شوية من جوانا من جوانا اللعيبة من جوها على حتة إنه يقدر اللعيب يطلع كل النحيط لكن أنا متأكد من كدراته لأنه أقول لك أنا شفته كويس قوي والراجل ده كان عامل بصمة كويسة جدا جدا في ديجلة وكان شكل ديجلة وقتها كان محترم جدا مع الراجل دوت نحن مش مستعجلين لكن أنا برضو هنرجع لماطش الواصل يوم الخميس الجاي ماطش مهم جدا أقدر منه أطلع اللي أقدر أعتمد عليه بقى وحطه في حتة كده إن ده اللي هاعتمد عليه الفترة اللي جاي يعني لو بتحلم بإن النادي الأهلي أو فريق الكورة والجهاز الفاني بقيادة كارترون يعمل أفضل حاجة ممكنة لفترة الجاية كارترون ديجاء بتقول إن المفودي ينافس على البطولة العربية وفي نفس الوقت يبدأ يدي ثقة ويدي مشاركات أكبر لمجموعة الشباب اللي في الفريق ده لازم ده لازم أنا خلاص أنا 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 كفاية محمد مش مش هقول لك حاجة مش كلام والله بيتقال كده مرسل لا كفاية أنا كده لا بيت شوتنا للأهلي سديني ده الوحده ده الوحده تهمه مين بصراحة اللي تتمنى يشاركوا لفترة الجاية وشايف إن هم أوراق قوية جدا في الأهلي مش مستغلة بالشكل الأفضل يعني هقول تلي ثلاثة أربع أسماء كده شايف إنهم ممكن يكونوا مؤثرين جدا لفترة الجاية يعني أنا شايف أمانة أكرم توفي نفسي ياخد ثقة اللي كانت موجود بيها في أمبي شايف أحمد الشيخ أحمد الشيخ من اللعيبة النفسية بنسبة مش هقول لك مية في المية لأ خمسة مية في المية الدليل الدليل أحمد الشيخ في المقصة كانت شكله إيه هنقول المنتخب العسكري يعني كان الفرق مش كل الفرق اللي بيلعبوها كويسة لكن أنا أتكلم على الدور المصري هو هو الدور المصري هم هم الفرق المصرية هم هم الناس اللي بتنافس هم هم نفس اللعيبة لكن شتان الفرق بين أحمد الشيخ في المقصة وmart الشيخ في النادي الأهلي يعني نتمنى نكسبه في لعيبة لازم يتسبر عليها انت لو تفتكر النادي الاهلي مستر مانويل سبر على مين تسعة تشهر وبعدين خد ايدي كمان كابتن فاروق جافر مع ايمن منصور كلام ده كان سنة سبعة وتمانين تمانية وتمانين تقريبا في نفس التمانينات سبر على كابتن ايمن منصور اكتر من تسعة مباريات من ايمن الزمالك اكتر من تسعة مباريات مفيش بعدها ايمن بقى اني بروح للزمالك لكم سنة حتة الصبر يعني يا جماعة هنهدى شوية اخر حاجة بنتكلم فيها في حتة بس التعقل والتروي ايه هي فرقة ودي دجلة اللي في بداية السيزون كانت بتخسر كانت مش كويسة بس لها شكل وانا قلت الكلام ده من بدل جدا ان الفرقة دي فرقة بتلعب بشكل فرقة بتلعب بطريقة والقلية القوي او من القلية القوي اللي ما بشوفوش في دورة يعني مصر الدورة المصريف Idee ان الفرقة بتلعب بشكل الفرقة الوحيدة بقى عدد الباس كتير قوي واللعيبة مقربة للعضاء وملعبوا كورا على الأرض الطريقة من البداية من حرس المرمى لغاية السترايكر أو لغاية الفروض من التسعة لغاية مفيش حاجة اسماتها شديد أنا ببدأ من تحت طريقة وتحفظ يكسب يخسر يتعادل يتهز شوية طريقتي سبتة على ما أعتقد بعد الأسبوع الاثناشر أو تلتاشر الناس كلها بدأت تقول تجمع الوديدك لعمل كويس والحمد لله الكلام ده نقاله والله من الأول أسبوع واضح أن فيه حاجة تتعامل فأنت لو سبرت شوية بس يعني يعني هضاك شايف هنا أن أحمد الشيخ من اللعيبة اللازم تاخد فرصة والتعامل معها تحييئته نفسيا كويس أكرم توفير أنا شايفه مهم جدا 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 الفترة دي يمكن هقول يعني مش عايز أقول ممكن كريم ندفت أو شام محمد لازم الاعتماد عليهم بصورة كبيرة أول وممكن شام محمد أكتر كمان شام محمد عنده خبرة كبيرة جدا 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 يمكن ساقالها برضو لما راح المقصة تحس أنه لعيب فاهم شام محمد لما كان في المنتخب كان لعيب كيل قوي كان لعيب تحس أنه لعيب معلم لعيب وسط مرعب معلم برضو لأنه هاف دي فندر وعنده المهارة علي عنده الكورة الله ينور علي تبعي محمد أنت تشغل مدير فن يا محمد لقد تشغل مدير فن فالحتة دي مهمة جدا أنا شايف أن تأتي دول من أكتر الثلاث عناصر اللي ممكن يزوده النادي الأهلي نهيك بقى أنا هقول مثلا صلاح محصن أو مروان محصن صلاح محصن لسه شوية ومشاهدين حلقه بس شام عطلته الإصابات شوية يعني زنوفه الإصابات بس ممكن يرجع شايف أنه ممكن يرجع يبقى له دور كبير في الفريق أنا شايف أنه هو زي أنت تقول هو دي فندر كويس قوي كورة كويسة جدا رؤيته لأنه أنت عندك هنا مشكلة في مصر حتة الرؤية صعب أول ما تلاقي اللعب عند رؤية بات في مصر للأسف حتة الرؤية دي صعبة جدا 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 فيه ولد اسمه بلعف المتخب كنا باللعب تونسو كسينة أربعة واحد اسمه محمد محمود تقريبا الولد ده عمل عمل باص للباكليفت عم المتخب مصر أكثر من رائع رؤية هي مجرد رؤية هاتف الثاني تقريبا رؤية اللعيب اللي بيقى فعلا كاشف الملعب وشايف زمايله هو بيتحرق هي دي فريق خواه هي هي عند ربنا أحمد حمدي بيقال كمان من المولد أوراق المهمة جدا اللي ممكن تبقى لها دور كبير ممكن لو قلنا انت عندك أكتر مساعة اللعيبة كمان يمكن ليهوا أدهار المشكلة في ده إيه تقييمي أنا بالنسبة لده إيه إنه يازم يتحط فيه مطشاط رسمية ويتصبر عليه ده اللي باتكلم ما ليه في الأول إنه يبقى الإحلال والتجديد بصورة مرحلية أحط لعيب أحط اثنين عشرة سهل جدا إن يشيله واحد تسعة اشيله اثنين لكن مستحيل خمسة يشيله خمسة أو أربعة بنخش في إشكالية تانية إنه دايماً الناس بتقول النادي الأهلي في الظروف اللي زي دي ما نفعش حالت فصالت أي بطولة لازم تقلبوا الدنيا عايزين تجديد الفريق الفريق كل يتغير وإحنا متفقين كانت تنضيقنا نادي الأهلي من الأمدية اللي بتتعامل بالتزان مع المواقف اللي زي دي وعمره ما بيتعامل معها بشكل مندفع وإنه طول عمره الإحلال والتجديد فيه بيبقى بحساب دايماً يقول اتنين أو تلاتة ممكن يدخلوا مع الفريق كل السنة وأنا مع المقولة دي طبعا كحد أقصى يعني وده هو ده المفروض إنت مش هتهد بكهين فرقة خسرت منه وخسرت بطولة بالزبط ولو أنا سلمته داني لأي حد قال وقال 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 حغير في اليوم ما نفعش اللي عايز يقول يقول أنا عندي يعني مفروض خطة ممنهجة أنا عندي النهاردة أنا اللي يمكن مفروض منه في منتخب مصر حاليا حتة النزول بالأهمار السنية الرجل غير فيه قوانف السرقة موجود بس حط في طاهر وصلاح محصن وباهر أهمار السنية دولي أنا متأكد إن الكصة دي لو قعدت كمان 3-4 سنين وتم إحلال تجديد مع 3-4 كبار اللي في الفرقة هتلاقي فرقة كلها متوسط عمرها 25 سنة 26 سنة 24 سنة شكل جامل جدا تكسبت منتخب ممكن يؤدي سواء بس ده 7-8 سنين عندك منتخب بتاعك سابت إلا لو بقى حد ظهر وفي طفرة ظهرت تخش ممنعش إيه المشكلة فرقة من بيليجيكا محمد كانت تتصنف عالميا في المركز الأول ده مستحيل كانت بعيد خلص ده مستحيل أي حسابات من كم سنة دلوقتي يوم أسبانيا أسبانيا ألمانيا أنجلترا فرنسا تقول لكن دلوقتي أجد أتكلم في بيليجيكا تاخد تصنيف أول عالمية ده إزاي ناس قفلت ناس بدأت تشتغل في في مصر هنا هنقول يعني مخزن لعيبة وبالذات للمحاية 2007 و2008 حال صحيح أن اللعب اللي في سنه 20 19 21 بيجيله فترة يبقى جاهز فيها ويبقى عنده الطموح وعنده الحافز والدافع يتلحق وتستغل أو لا بعد شوية اللعيبة بيطفي لو فضل قاعد سنتي ما بيلاعب شهر بطبيعي فعلا وفي لعيبة تلاقيها مش ظهر أبدا وهي في النشقية ومرة واحدة مرة واحدة مباراة أو جزء من مباراة خمس دقايق عشر دقايق نطر خلاص طول الفترة النشقين دي ما كانش موجود والعكس صحيح تلاقي لعيبة كانت في النشقين كواسين جدا 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 ليه في لعيبة ما بتتحملش الضغط العصري ولا بتحمله التلاتة بونت ولا بتحمله أهمية مباراة ولا بتكون أمانة في النشقين من نسبها له شغل النشقين عادي النشقين في مصر إلا ما رحمه ربي نادي اتنين ثلاثة إلا ما رحمه رب أنت عندك دمار ممكن نفكر بعقلية المسؤولين في الأندية والأجهزة الفنية ممكن نقول إن الناس بتضغط عليهم وتقولهم يا جماعة ادوا لعيبة فرصة واستنوا عليهم وخلوا الشباب شوية ولازم تدولوا فرصة وثقة في نفسه موسم كامل لحد ما يبان شغله والناس ناحية التانية هتقيس على أمثلة سابقة كانت شرى العبد بيظهر نجم في أول مباراة هم طلعوا وشاركوا بالفريد أول بما فيش قدير فني يقدر يعادهم برا إيه لهم صبيب مين دي موهبة طيب سيد عبد حفيظ ليه وحسام غلي ليه ومين تاني وحسام حنف ليه وحسام ليير معقول ليه ليه كل الناس دي ليه كانت عندهم حتة إحنا بمفتقدها دلوقتي الروح إنه نازل عنده ثقة في نفسه ونازل يلعب خلاص كان نجد لا وكان الدفع بي في مشكلة إمتى أدفع بيهم الطيمن الوقت اللي أنا أدفع بي بلعب من الناشئين في أني أنا أقول يلعب إمتى ومع مين والوقت بتاعه إيه وفي أنه المسابقة دي مهمة جدا مديش في عائل لسه نزل انقصر الدنيا وإجوان باليمين والشمال يعني نسألت إيه ده كان مؤشر فيه مؤشر كواس قوي لأن إنشاء محمد مين كان تاني موجود معي ختليه هو الشهد محمد الوحيد التسعة أو العشرة الموجودين هشام حانفي في المشاركة دي أسوري هشام حانفي أنا أصد أقول لك كان هو الوحيد فالعشرة أو التسعة شايلينه ودي سمكة نادر أهلي على ذكرة النادر أهلي لما كنت بتطلع لعيب أو تطلع اتنين ما بتلاقيش تلاتة أربعة أو ستة أو سبعة إطلاق يعني حتى رغم إنه ما كملش بنفس التركيز هو رغم المشكلات اللي سببت له تعطيل كبير في المشوار وكلعب لكن إبراهيم سعي موهبته ما ظهر كمساك أو ليبرو أو هفدفندر الأهلي كان بيستغله في أربع مراكز في الملعب النهاردة هفدفندر بكرة ليبرو بعده مساك بعده ممكن يلعب وسط مهاجم وكان على مستوى الأداء المطلوب منه بس ما استمرش بنفس الشكل الأسباب بعيدة عن كرة القدم لكن فجر طاقته كلعب إزاي منه عنده عشرين سنة لقينا لعيب الناس بدأ تتكلم عنه اللعب بقى هل دي مشكلة عندنا في اللعبين المصريين عندهمش الدافع والحافز والثقة ولا دي مشكلة عالمية دلوقتي لا لا هي مش عالمية هي عندنا بس في مصر والسبب فيها الميديا المصري أو الإعلام المصري اللعب دلوقتي في مصر لما بتلاقيه زي نتقول بيعمل ماتش جميلة قوي أو عمل فرقعة بلغة الكرة كده الدنيا كلها كلها بتبتجه له فيه لعيب ما يدارش يستوع باللي بيحصله دوت يعني العيب كان إن فيه مبالغة بتشوف مبالغة بتشوف مبالغة في تصوير حكم اللعب بعد المباراة دي مصيبة وبطلت ناس كتير حتى مش في الأهل بس أو الناس ما قدرش يستوع بالكامدة في نادي الأهل بس حتى في الزمالك فيه لعيب كتير جدا كانت جامدة جدا 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 في نادي محمد صبري ما كان لها نفس الوقت إبراهيم سعيد كان لعيب كبير جدا يعني ولد ناجب وما استمرش كان فيه محمد صبري دلوقتي فيه إبراهيم سعيد إبراهيم سعيد لو بنفس المستوى اللي احنا عهدنا به وشفناه كان لغات دلوقتي يلعب ويكمل ما فيه مشكلة بالنسبة له لكن هم مش هقول بقى يعني يعني ما استحملوهش ما 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 فيه عوامل تانية عوامل تانية الله أعلم ببنا لكن للأسف هي مشكلة عندنا في مصر هنا هنا المعيار إن اللاعب ممكن يبقى 18 سنة وبيلعب مع الفريل الأول يعني برح كان كابتن شريف عبد المنعم بيقول يا محمد إحنا كنا 17 سنة خلاص أنا لعب قدراتي متكاملة في المرح بلعب وأنا مع الفريل أول 17 سنة وكان كتير من نجوم الأهل السابقين يقولوا إحنا 17-18 يقولوا إن كابتن صالح سليم رحمه الله كان يقول اللاعب اللي هو 18-19 سنة ما أثبتش نفسه مع الدرجة الأولى خلاص مش تاخد منه حاجة وده الخلى كابتن صالح الله رحمه وكابتن جوري برضا الله رحمه ومكن يعني خدوا القرار بأن هنقول 19-21 يلعبوا لماتش الكاس ده يعني إحنا كنا بنعدي إعداد صح نقول ده بنسافر بنعمل معسكرات بره بره ألمانيا في رومانيا كنت على طول ده سنوي إنت كنت بتعد زيك زي الفريق الأول بالزبط فأنت بالنسبة لك مفيش مشكلة يعني مش هنقول بتنباهر لا إنت خلاص إنت عايش في الموت دوت وشغال بالموت دوت نفس الأحمال اللي بتروح للدرجة الأولى كان لعيبة 19-21 مع كابتن أمرس كابتن عدل طائمة كانت بتتاخد ولم تيجي تبص كلنا كنا 19 سنة 21 سنة 3-4-21 سنة و7 لعيبة أو 6 لعيبة 19 سنة مع كابتن شميرو يعني سدين كواس أو كنا نضبين كنا فعلا بالنسبة لنا ما فيش رهب ولا فيه خوف لأن فيه احتجاتات كواس أو ليه دايما الناس بتحمل كل حاجة على الإعلام أو على الميديا أو على موقع التواصل الاجتماعية كابتن ميديا أحيانا بيبقى فيه مشكلات أو حالات الميديا بريئة منها تماما لم تهاجم هذا اللعب ولم تمجده ما صورتوش بحجمه أكبر من حجمه أو ما قالتش عليه ماردونا بعد مباراة كتبت على قد المباراة دي أن فيه لعب صاعد شكله مميز وقالوا عنه كذا بعض الخبراء المشكلة هنا في الثبات اللي انفعالي عند اللعب نفسه أنه قادر يحفظ على مستوى عنده الطموح يكبر ولا لا أنا في حلقة السابقة محمد قلت كنت معاك برضو قلت لك أن لو إحنا الأنبياء الكبيرة بالذات لو تدخل حتة الطب النفس الرياضي إزاي تقوم اللعيب نفسيا إزاي تتكلم على اللعيب يقدر يتحمل النقد دوت الغير مبلغ فيه أو النقد اللي هنقول اللي ممكن يهدك أو في نفس الوقت المتح الأوفر قوي زي ما أنت بتقول فيه مبلغة جدا 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 في بعض اللعيبة الناس بتقدر بتبالغ وبتكتب على مزاجها وشايفة أن اللعيب دوت كويس جد على النقيد الناس بتهدي فيك جامد قوي فده ممكن يقصد فيك نفسيا اللي يقدر اللي يقدر يعمل البالانس دوت أو التوازن ده عندك الطب النفس الرياضي لو عندنا الطب النفس الرياضي نقدر نتكلم فيه كويس ونقدر زي ما نقول جلسات اللي معظم اللعيبة هل سقافتنا متقبلة ده زي الملاعب اشتغلنا عليه على فكرة نهاردة كابتون ديق بتسمع أنه ممكن اللاعب يسخر من فكرة أنه فيه طبيب نفسي هيتعامل مع الفريق يقول احنا مجانين واحنا مهاردة جايبينينا دكتور نفسي حتى الرأي العام بيتعامل مع موضوع اعلق الطبيب نفسي بفريق كورة الموضوع أبسط من كده نبال مش معاقدة أوي كده احنا كمجتمع لسه عندنا تعقيدات شوية ولغبطة شوية في النظر الحديث لو مرحل يعني عملناها بطريقة هنقول برضو منظمة شوية يعني بدأنا في قطاع الناشئين هنقول مثلا نسي من فرية الخمستاش عسان بدأت تتعمل كل شهر مثلا جلسة مش جلسة جلسة ازاي تقدر تتحمل هزيمة ازاي تقدر تتحمل انكت في مطش معين كسبت او حد تتكلم عليك ازاي تقدر تسيطر على شعورك السبات اللي نفعل من التكلم عليه دوت مهم جدا 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 بالنسبة لعاب الكورة في الوقت دوت من عمره لما يبدأ يطلع 17 سنة أو 19 سنة يجي يتعامل في الدرجة الأولى على ما اعتقد الموضوع من ازاي اللي يبقى ايزي او عادي جدا 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 الموهبة دي موجودة عند المدرب نفسه او واحد من عضاء الجهاز الفاني وما يبقاش الفريق محتاج طبيب نفسي لانه فيه تجارب نجحة جدا عالمية كابتون جياء من عملية التحفيز او الموتيفيشن دي ادي اللعب ثقة في نفسه امتى اخليه يقل شوية سقف التعالي عنده او الغرور لو النتائج ماشي كويس عشان ما اخسروش نتيجة الغرور المبالغ فيه او الاستطار بالخصص احيانا دي بتبقى تلنت عن الاجهزة الفنية نفسها موجودة وعلى اوليك حاجة بنسبة هنقول خمسة وتسعين في المية من الدور المصري موجود الحتة دي هتلاقي المدرب العام هتلاقي المدرب حضاس مرما هتلاقي المدرب مساعد هتلاقي اما المدير الفني هو اللي يجب من الحتة دي بس هالي بتكلم في ايه ان ازاي الطرف تتكلم مع الولاد يقدر يتقبل ولا لا متكبلش الموضوع ده بالنسبالي لعبة كتير جدا جدا برضو اخدت نفس الطريق بتاع ابراهيم سعيد كانت ممكن تفيد مصر لكن للأسف حتة ان احنا ما بنتكلمش معهم دي مشكلة او الولاد قافل على نفسه دي مشكلة الموضوع دوت ليه مهم لان احنا اتأثرنا بيه الميديا برضو مش هرجع كل حاجة على الميديا او على الاعلام القروي او الرياضي لكن احنا اوفر شوية يعني احنا لعبتنا دايما نتائجهم احسن في الفترات اللي بيقو فيها ملمومين مع بعض مع جهازهم الفني في فترة اعداد قبل كسر امم الافريقية في دورة مجمعة طول عمرنا نقول المطشاط اللي بعيدة عن بعضها بنعرفش اللعبها زي مطشاط تصفيات كسر العالم ويبقى نتائجنا فيها هقال حتى حتى وحنا محمد تصفيات ليه طبيعتنا كان فيه مشاكل كثير او في مصر لا مش بكلم عن الاخيرة بكلم عن الفترات افضل افريقيا 2006-2008-2010 وبننزل نكسب ونكتسح الفرق مش هفين نوصل كسر العالم عشان بنقعد مع بعض ايه كتير يعني الحاجات المغلاقة لو عادنا شهر بس اللي فيه مطشاط لا بيفرق مع اللعب المصري هي هي حتة النفسية اللي بكلم عنها لان احنا مش متطبعين بكده لو بدأنا الموضوع التب النفس الرياضي دوت يدخل من 15 سنة او من اقل من كده يبقى بقولك كل شهر كل 6 اسابيع هتبقى العملية بالنسبة لنا كويسة جدا جدا وهتفرق معانا على فكرة في منتخب مصر وهتفرق معانا في الفرقة الكبيرة مش كل الاندية هادر جيب طبيب نفس الرياضي او يتكلم في الطبيب نفس الرياضي لكن المتكلم عن الاندية اللي ممكن بتستثمر الناشئين في انها تطلع واحد او اثنين او ثلاث لعيبة ودول ممكن تفرق معاوك تب جدا في الدرجة القولة فوق يوفر ملايين الملايين انت عندك لا بتمشي مع عندك يا محمد بتمشي مع عندك وتروح عن دية تانية وتقوكيسة جدا وبتثبت نفسها وبتحرجك في الدوري وبترجع تجيبها بعد انت طيب في ناس بتقول دايما فيه لعيب يعرف يلعب ويبقى نجم في فريق تاني مش في فريق قمة في ناس بتقول لا هو في فريق قمة بيبقى فيه زحمة نجوم كتير قوي فاللعب ده مش واخد فرصة كلام ده ما انتبقش يا رحمد الشيخ على فكرة لا لا انا بتكلم على ناس كتير يعني بيقولوا على لعيبة كتير اما جات الاهلي ما قدرتش تاخد فرصتها او ظهرت في اندية تانية مستوى افضل وما وفقتش في الاهلي هل المشكلة انه مش على قدر الثبات الانفعالي اللي يسمح له بتحمل الدقوط الجماهيرية وحجم الاهتمام الاعلامي وحجم النجاحات الاهلي ولا انه كان في زحمة نجوم كتير قوي ففرصة قليلة وبيشارك طول الوقت ثبات الانفعالي وحطت جنبها كده اتزال نفسي وثقة انت قلت حلق برضو جملة جميلة جدا النادي الاهلي نجحاته كتير جدا النادي الاهلي على اسبط جامل قوي النادي الاهلي الدنيا كلها بتتابعه النادي الاهلي مفيش حاجة بتعدي النادي الاهلي مليان نجوم النادي الاهلي اي حد يتمينا عايز لعيد داخل كل 90 دقيقة بطولة جديدة بالنسبة له بيكساب روح دم انت الكلام ده انت بتكتسبه اكتر 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 وقت هتلاقي فيك الكلام دوت اللعبة اللي يعني هنقول شربت شربت من كطاع الناشئين في النادي الاهلي هتلاقي حتة المحرارة وحتة الغيرة وحتة الغل وحتة ان انا ما نفعش اخسر ولازم اكسب دي اللي بييجي على النادي الاهلي لازم يكتسبها النوعية اللي بتيجي بقى ما بتنجحش مع النادي الاهلي عارف ما بتشبعش بسرعة عايز وقت التطول جدا مش هنستحمل عندك لعيب او اتنين او تلاتة ممكن مش هيلفوزه من فريق ناد الاهلي او مش هيقدروا يكمله لكن هتلاقي ان ما قدرش يستوعبه وديه حتة الالتزان نفس اللي عنده ما فيش التزان عنده فتغير طيب اللعبة اللي ما تخدش مطشاط كفاية كابتن ضياءه بيقولوا ان ده سبب انه ما الجهاز بيحاول يعتمد عليها او بيحتاج لها بيلاقيها مش موجودة في الملعب تقريبا بيعتبرة تقسير من الجهاز الجهاز ولا اللاعب ما عندنا محمد نجيب بيغيب فترات ووقت ما بنحتاجه في المباراة الحقيقة هو محير جدا في الموضوع ده بينزل الملعب كأنه بيلاعب كل المطشاط يعني نجيب الناس بتقول بيرجع في نفس الفورمة بتاعته المعروفة عنه ببنلاقيهوش بعيد ولا تركيزه قليل ولا حاجة رغم بيبقى بعيد كبديل فترات كبيرة لو لعيب عنده من الخبرات يعني محمد نجيب لو عنده من الخبرات كتير قوي اللي هو ممكن يلاقي نفسه بعد فترة علاج او فترة اصابة او فترة بعد عن الملعب يقدر يجيب نفسه مش كل لابس بعضها بمعنى في لعيبة تلاقيه بتصهر وده طبيعي عن ده على الفكرة مش طهر يعني صهر هو ما بينامش قبل الساعة 4 صبح حتى قادت في بيته او ما خرجش هو ما خدته كده 4 صبح و 5 صبح و 6 صبح وعنده من ساعة 9 يقدر يتكايف غيره غيره يقدر لو عمل كده ما تلاهوش في الملعب خالص نفس القصة في لعيب يقدر يرجع بسرعة هيمين يرجع بسرعة انا بتكلمه على حيث الجهاز ليه قال ليه بعيب على الجهاز طب انت عندك طعنش ايه عندك في ال 97 انا قدر يقولها عند ال 97 عندهم مباريات وعندهم متشاد ومشاط ايه جمهورية ومشاط تقيلة مع فرق كويسة ليه ما اجيبوش وتلاتة بونط ليه ما اجيبوش انا اللعيب ده هو ارجعو في المتشاط دي كابتن جبال عب حميل وكابتن حسن البدري زمان كانوا بنزيل اللعبه معنا في متشاطه داي لما الحب اللعيب بيحب يجهز لعيب كتير على كده كابتن اكرامي كان بيرزل الاوليات فقط لما كان بيقوم صابه وعايز يرجع كان ممكن بيقى موجود الكلام ده مش مش كبر ما فيه مشكلة بالنسبال الجهاز الفاني لازم يكبره التلاتة بونط محمد بتختلف كتير جدا جدا حتى لو تلعب ناشئين عن انك تلعب ماتشاطه دي في اي وقت طيب اللقاء السابق سألنا فيه كاتو محمود ابو الدهب ايه سبب ندرة المواهب حسب رأي ناس كتير اوي بتتابع الدور المصري وان الدور المصري بقى اللعب المميز فيه قليل اوي قالنا انه شايف ان فيه العيبة كتير جدا موجودة في كرة القدم محترفين بس مصنوعة معندهش موهب مجرد انه اللاعب تم التعاقد معاه ومن هو صغير بيجتهد وبيتمرن وشغال بدنيا كويس جدا وبيسمع تعليمات الجهاز الفاني بس هم عندوش اي تالنت رأيك ايه في القصة دي كنت تلعب رأي ان العين يلي بتختار اللاعب مش كويس بمعنى فيه لعين معمول وفيه لعين اعرف عمله وفيه لعين محتاج حاجة قليلة بلاس الموهبة اللي عندو تخلي نجب البيئة هي العين بس كده انا بنسبة مليون في المية يعني بصر محمد وليك حاجة ما تكن يعنيش ان مصر كلها بفرقها الممتاز به والممتاز الف وحواريها ونواجعها وقراها ومودنها ما فيهش ترتبع فرودة تقال او في مصر مستحيل مش هقانع لا اطلاقا لكن لو انا عندي بقى الحتة دي بقول لك الان ده حاجة انا كنت نفس اقدم اقتراح لاتحاد الكرة مولد سبعة الفين وسبعة و الفين وثمانية الناس دي انا اتحداك لو اتقفل عليهم وبقول الكلام ده في كل مكان اتقفل عليهم عشر و حداشر سنة اعمل برنامج طويل المدى اعمل برنامج طويل المدى اكاديميات فرق ناشئين خلي الناس تلف كابتر ربع سين بيعمل ايه ده بيلف من اول اسوان لغاية الفيون لغاية السكندرية بيدور على المواهب وهيتعب وهيلاء عمل قاعدة عريضة عمله تلاتين اربعين خمسين ستين لعيد لسه بقى لسه الحاجات التنظيمية والمعيشية ومين الاسر اللي هتساعد ولادها لسه ونظام التعليمي ما انت عندك ناس لعيبة كويسة قوي وعدم القدرة على ان الولد ياخد فلوس مواصلات يروح للتمرين ويرجع من التمرين ويأكل حاجة بتموته بتعطل المشروع وتلاقيه هو مع ان احنا لو فكرنا ان اغلى لعيبة في العالم على مدار العقود اللي فاتت مش السنين اللي فاتت بس دايما اللاعبين الاكثر موهب اللي بياخد احسن لعب في العالم اغلى صفقة بتباع او بيباع بيها لعب في العالم كله دايما اللي هم عندهم موهب علي جدا دايما بتطفق معاك عليه بس المشكلة احنا بس نوسع دايرة الاختيار يعني بيبقاش الاختيار عندنا مقصور على فترة يعني سن معين او مرحلة عمرية معينة وبعد كده خلاص انت بتلاقي لعيبة كوسة جدا بس للأسف ان الظروف الاقتصادية دلوقتي اللي بتمر بيها البلد كلها بيتموت لعيبة دي لكن انت لما تلاقي فيه موهبة موهبة كوسة قوي وتتبنها كالتحت كورة اربعين لعيب تلاتين لعيب تتبنهاهم انا بتكلم عن تلاتين لعيب مش هيكلفك حاجة انت بتصرفه قد كده بيتصرف فلوس كل بتصرف ملايين الملايين لو تعاملت خطة ممنهجة خطة مرحلية لمدة 11 سنة الولد اللي عنده 10 سنين دلوقتي بعد 10 سنين هيبقى عنده كم سنة 11 سنة 21 سنة هنسكر من التكلم دلوقتي بنقول هيبقى متوسط اعمار الفق عندنا يعني لو نجحنا في تطبيق مشروع الالف موهبة اللي بيحصل دلوقتي ده اشتغلنا صح عليه شايف انه هيبقى شارط بشرط وهقولها المرحلة بشرط عدم المصلحة يبقى المصلحة الوحيدة الوحيدة هي مصر مش انا عشان اجامل محمد اقول اخد ابنك ولا قريبك خلاص يبقى موضوع انت يتكلم لان للأسف هيدي ماشي هكذا لكن انا بقول انا بتكلم على الليل المرحلة المرحلة ان السن ده فيه لعبة محترمة فيه لعبة كويسة ولعبة مهوبة واللي ده ده اللي احنا مفتقدينه دلوقتي انا بقول لك فيش لعبة عنده رؤية العب يأخذ ويبص ويجعاد فيه حاجات كتير او يحتاجة نستغر عليها وفي اتجاهات كتير او الفترة طبعا طبعا فانا بقول لحاجات دي لو اهتمل بها شوية هتفهم في اللعيب في مصر هنا اقفل اقفل على نفسك عشر سنين مع مجموعة معينة وبعد عشر سنين الناس بها تيجي تقولك انت فعلا تلعت لكن الطبيعي بتاعك الطبيعي انك عندك مهيب فزة هنا فزة على جميع الاعمار السنين يا رب نشتغل صحف الملف ده ويكون زي ما قال ضيفنا الكابتن دي عبد صمد انه الصالح العام هو المعيار الاول والاولوية القصوى لهذا المشروع مشروع الالف موهبة او الالف محترف وكل المشروعات اللي بتهدف الى اننا نرتقي بمستوى الكرة في مصر على المستوى الفني والاستثماري والتصويقي المستقبلا ان شاء الله ومردودها على الاندية المصرية ومستوى المنافسة هنا كمان محليا وعلى مستوى مشاركاتنا الدولية والمنتخبات الوطنية اسعدتنا بجودك معنا وبشكرك جدا بجودك معنا النهاردة في الاهلي الليلة نجم النادي الاهلي سابقا كابتن دي عبد الصمد شكرا جزيلا لك بسيارة محمد رب ناخليك حدي شكرا جزيلا بشكر حضراتكو على المتابعة وصلنا مع حضراتك لنهاية هذا الحوار وختام هذه الحلقة من حلقات الاهلي الليلة بشكر حضراتكو على المتابعة ابقوا معنا بعد نهاية هذا اللقاء هتلتقوا مع برنامج ملك وكتابة مع الكابتن عبد القيعي والكابتن إبراهيم المليز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة